مساء الخير على حضراتكم مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان برحب بحضراتكم يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف النهاردة الخميس ان شاء الله عندنا ملفات كثيرة جدا جدا اهمها اعتقد اهمها الرسائل اللي بيرسلها المحترف من خلال المحترفين المصريين اللي بيعابوا في اوروبا واللي مش متصلط عليهم الدوق بشكل كبير جدا الاسبوع اللي فات كان معنا محمد طلبة واخوت ادم طلبة اللي بيعابوا في نادي بوخم الالماني وزي ما بقول لحضراتكم وقلت لحضراتكم لعب مهم جدا لعب مدافع من العيارة التقليل بيلعب في بوخم ولعب كمان مع المنتخب الالماني تحت 18 سنة بنتابع أولاء المحترفين يكونوا ان شاء الله بإذن الله نواء لنجوم كبار في منتخبنا الاول قريب ان شاء الله النهاردة كمان هنتعرف على نجم جديد نجم مصري في الدوريات الاوروبية اننا نتطرق ليه ونعرف مميزات وإيه ونعمل تأرير أكثر من رائع لطبعا كل دورة مساعدة القرى المصرية لاكتشاف المواهب بشكل كبير جدا على مستوى المحترفين المصريين اللي بيحملوا الجنسية المصرية خارج مصر وبيلعبوا في أوروبا في أندية لا بأس بها كمان النهاردة بنستكمل مع حضراتكم وحضراتكم عارفين خلاص الدوريات الاوروبية خلاص خلال السبية وأيام قليلة هينطالق البريميال ليج ويتتالى بعدها الدوريات الاوروبية هنتعرف على موسم الانتقالات المشتعل حتى الآن في الدوريات الاوروبية ونعرف كمان أخبار نجميل الكبير محمد صلاح حضراتكم أنه طبعا في مباريات ودية بتتلعب في الـ Pre-season شغالة مباريات كبيرة جدا جدا وأهمها طبعا هنتطرق لي من خلال النهاردة برنامجنا حضراتكم عارفين أنه خلاص المباراة الافتتاحية في البريميال ليج هتكون ما بين كريستال بلس وأرسنال إن شاء الله يعني كمان تسعة اتيام بالزبط ساعة تسعة بالليل هنشوف كمان النهاردة استعدادات الأندية الأوروبية خلال المباراة التحضرية اللي بقول عليها لحضراتكم كمان مواجهات قوية جدا جدا زي ريال مدريد الستي برشلونة ليبربول البايرن اليوفينتوس وحنتكلم كمان عن مباراة ليبربول الودية مع فريق طبعا ساليسبورد واللي كانت مبارح وإيه اللي حصل فيها خسارة ليبربول لطبعا هذه المباراة الودية استعدادا حضراتكم عارفين يوم السبت القادم كمان مباراة الدرع يعني الخيرية في إنجلترا ما بين المان سيتي وما بين ليبربول إن شاء الله هنتعرف على كل هذه التفاصيل وكمان هنتعرف على المركات وخاصة في برشلونة برشلونة يمكن بعد موسم يعني كان سيء جدا لجماهير برشلونة ومحب برشلونة ولكن تشافي بيصنع المواجزات من خلال صفقات أكتر من رائعة واستعداد رائع لبرشلونة وعلامات استفام كتيرة جدا جدا على الأموال اللي بتيجي لبرشلونة والصفقات الكبيرة اللي بيعملها لكن كمان عشان نعرف أكتر معنا واحد متميز وناقد رياضي من العيارة التقيل أحمد مجدي اللي حيشرفنا النهاردة وهنفتح معاه كل هذه الملفات في المحترف خلونا قبل أن نبدأ نخش كمان ونشوف الصحافة العالمية قالت إيه؟ تعالوا مع بعض نشوف بعض الأخبار السريعة الحقيقة يعني لا صوت يعلو في أوروبا في صوء الانتقالات عن مستقبل كريستيانو رونالدو كريستيانو رايح فين؟ حضرتكم عارفين إن كريستيانو رونالدو الساعات اللي فاتت دي خلاص تقريبا رونالدو بيحسم أمره بشكل نهائي وبيقول أن أنا مش مستمر مع المان يونيتد كمان كريستيانو رونالدو رجع مبارح بس حضرتكم عارفين رونالدو غاب عن حتى التور اللي عمله منشستر يونيتد خارج إنجلترا وفترات الإعداد والبري سيزن رونالدو كان غايب عنها باستمرار وقال أنه بيبحث عن مستقبله مع المدرب الجديد يعني هو فيه مقابلة حيتقابل مع إيريك طبعا تنهاج ده طبعا المدير للفنية الجديد الهولندي وفيه تقرير بتقول أن أسطورة الفريق السابق يعني كمان أليكس فيرجسون هيكون موجود في هذا الاجتماع طب الاجتماع ده هيكون في إيه رونالدو بيقول أن أنا في الاجتماع ده خلاص أنا حني نهاية الموسم وعندي رغبة في الرحيل يمكن لسه الكريستيانو كمان لسه فيه عام فيه تعاقده مع المان يونيتد لكن يعني واضح جدا أن قائد المنتخب البرتغالي يعني كان زي ما أقول لحضراتكم وما شاركش فيه التمارين في الفترات اللي فاتت غيابه عن جولة الفريق في تايلاند واستراليا وفضل أنه يكون موجود فيه ليشبونا ليه بيتمرن بشكل فردي ما تعرفش رونالدو بصراحة يعني نجم كبير بحجم رونالدو لغاية دلوقتي يعني لسه ما استقرش هل هيقعد فيه المان يونيتد وأعتقد الأمور وصلت لنهايتها شوية بالرغم أن المدير الفني الجديد الهولندي متمسك برونالدو بيقولك أنا كمان حبني المشروع بتاعي على وجود رونالدو ولكن في اعتقاد الشخصي رونالدو بيبحث على مجد جديد وعلى فريق يلعب فيه طبعا دوري أبطال أوروبا العام القادم وبالتالي رونالدو مستقبله لغاية دلوقتي غامض بالنسبة للموسم اللي قادم حضراتكم عارفين كمان إن كريستيان ورونالدو كان بعض الأخبار كده إنه هو حيروح أتليتكو مادريد يعني وكان فيه حملة كبيرة كبيرة جدا جدا على السوشيال ميديا في أطرات كبير من جماهير أتليتكو مادريد على وجود كريستيان ورونالدو فعايز أقول لحضراتكم يعني زي ما قلت كده في المقدمة يعني لا يعلو صوت فوق الانتقالات الصفية عن رونالدو رايح فين هل يبقى في المان يونيتد هل حيحر لكن زي ما بقول لحضراتكم هو النهاردة طلب بشكل رسمي إنهاء عقده في المان يونيتد طيب نروح لنجمة آخر على مستوى كمان كان السنة اللي فاتت على مستوى الفريمير ليج مع المان يونيتد بول بوكبا طبعا مش هتمكن طبعا بوكبا من المشاركة مع اليوفينتوس فيه يمكن المباراة مباراة الدورية الإطالية في الجولات الأولى وكمان عقده عن الإصابة عقده عن طبعا وجود اليوفينتوس في أمريكا عنده إصابة في الرجبة يعني بوكبا طبعا 29 سنة نضم زي ما أنت حضراتكم عارفين لليوفينتوس من منشستر يونيتد في صفقة انتقال حر يمكن أظهرت الفحوصات الأولية اللي خضع عليها بوكبا في المفصال في الرجبة بعض التقارير الطبية بتقول أن هناك يمكن فيه حلين خلال الفترة الأولى الحل الأولاني استقصال الجزء المصاب في غضروف الرجبة وده بيؤدي لغياب لمدة 6 أسابيع فيه خيار تاني بالنسبة لليه بوكبا أنه بيعمل يعني حكالة كاملة بقى لرجبته وعنده مشاكل كتيرة جدا في رجبته وأنه ممكن جدا تعوقه هذه العملية لطبعا غياب لمدة 7 شهور وطبعا 7 شهور ده خلاص بيكون كمان خارج العناصر الأساسية المتواجدة مع المنتخب الفرنسي في المونديال طبعا القادم في قطر 2022 وحضرتكم عارفين أن بوكبا يمكن من العناصر الأساسية المهمة جدا في منتخب فرنسا وصعب الاستغناء عنه في طبعا خطة المدرب المخضرم دي شامب سيخضع لجراحة بسيطة لمدة يمكن أسابيع حوالي 6 أسابيع ويعود للملعب أم ستكون العملية غياب عن المونديال طيب مهاجم برشلونة وقتلتكم مدريد لويس سواريس بيعود لناسونال الأرجواني يعني ده النادي اللي بدأ في مسيرته في 2005 ويمكن سواريس البالغ دلوقتي خلاص من العمر 35 سنة يعني كان في الدورة الأسبانية من 2014 طبعا انضم لنادي برشلونة مع موسيمين ثم لأتليتيكو مادريد لكن سواريس أصبح لعب حر بعد انتهاء قائده اللي امتد لمدة موسيمين مع أتليتيكو مادريد وبيخطط الهداف طبعا التاريخي لمنتخب أرجوي إلى المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال طبعا قطر 2022 وطبعا يعني مسيرة كبيرة جدا جدا لطبعا يعني يعني بينهي عتقد مشواره الاحترافي معنا دي اللي نشأ فيه سنة 2005 طيب تعالوا مع حضراتكو كمان نشوف الصحف العالمية قالت ايه في المحترف يلا نبدأ جولتنا سريعا مع ماركة الأسبانية اللي ركزت على مستقبل النجم البرتغالي زي ما بقول حضراتكو كريستيانو رونالدو المرتبط بفريق أتليتيكو مادريد وكتبت جريزي مان هو مفتاح كريستيانو رونالدو الجريدة كمان تحدثت عن تعادل ريال مادريد أمام كلوب أمريكا المكسيكي 22 وديا وكتبت هازارد آخر ونفس بنزيمة صحيفة اهتمت كمان ببرشلونة وقرب التعاقد مع طبعا الفرنسي جلي كوندي وأنا بقول لحضراتكو خلاص تعاقد رسمي وده هنتكلم فيه مع طبعا نقلنا الصحفي أحمد مجدي وكتبت ببرشلونة وكندي تعاقد وشيك سبورت الأسبانية في أسبانيا ركزت كمان هذه الجريدة عن كورب إعلان التعاقد رسميا مع طبعا المدافع الفرنسي كوندي والتعادل طبعا أمام اليوفينتوس 2-2 في مباراة ودية وكتبت كوندي التعاقد تم وسنائية لطبعا ديملي ورشلونة وفرينكي ديانجلا لا اتفاق حول المستقبل صحيفة كمان اهتمت بقضية صفقة البرازيلي نيمار وكتبت نيمار وروسيل وبرتميو يذهبون إلى الفضاء منذ دي بورتيبول اسبانية ركزت على اتفاق برشلونة وشفلية حول صفقة طبعا الفرنسي كوندي وكمان التعادل 2-2 أمام اليوفينتوس وكتبت كوندي برشلوني ودينبلي يتقلق صحيفة كمان تحدثت عن تعادل ريال مدريد أمام كلوب أمريكا 2-2 وفوز أتليتيكو مدريد علنوا من سنة 4-0 في لقاءات ودية كتبت بنزمة يبدأ موسم الأهداف وفوز صاحق لأتليتيكو مدريد من أسبانيا نروح لإيطاليا جاريت لجازيتا دي الاسفورت الإيطالية اللي ركزت على الفرنسي بوكبا والإصابة اللي تعرض لها وغيابه عن الملاعب وفريق اليوفينتوس وكتب خوف باولو بوكبا اهتمت كمان بسوق الانتقالات في الأندية الإيطالية دي دي كلير طبعا يقترب من ميلا وبنالد إلى روما ويوفينتوس الأولوية لبريس لكن بيع أرسر ده طبعا كل الصحف العالمية بتتكلم لسه زي ما بقول لحضراتكم وسوق الانتقالات مشتعل جدا ولكن يبقى برشلونة بعمل رائع مع الإدارة في برشلونة هنعرف بالتفاصيل يعني تعقودات برشلونة المدافعة الفرنسي كوندي خلاص نهائيا وبشكل رسمي موجود في برشلونة غير طبعا نجوم كبار جدا على مستوى وسط الملعب على مستوى الهجوم هنتابعهم مع حضراتكم هنا في المحترف غير طبعا ملفاتنا المختلفة نروح لفاصل سريع بعد الفاصل يعني بيشرفنا النهاردة كالعادة وبينوورنا النقد المتقلق أحمد مجدي عشان بيتناقش معاه في كل ملفات المحترف أهلا بحضراتكم مرة تانية برحب طبعا بديف النهاردة ديف متميز جدا ويكون سعيد بوجوده دايما معنا هنا في المحترف النقد المتميز أحمد مجدي مساء الفل عليك يا بحميد مساء الفل يا كابتن وانا مبسوط كالعادة ان انا مع حضرتك نتنورنا دايما ودايما يعني بتكون إضافة بصراحة لنا في البرنامج لأنك يعني على المستوى المهني يعني شيء أكثر من رائع والنهاردة كمان جايين في بيتك راحون لفرشلونة هنتكلم عليه بالتفاصيل لكن كمان خلينا قبل ما خش معك يا أحمد في التفاصيل زي ما بقول للحضراتكم الأسبوع اللي فات هنا في المحترف صلتنا الدوء على أحد اللاعبين المصريين حامل الجنسية المصرية اللي بيلعبوا في أوروبا طبعا محمد طلبة واخوه آدم طلبة في نادي بوخم الألماني وزي ما بقول لحضراتكم لعيب مميز جدا النهاردة كمان عندنا مالك بخيد ده لعب أيضا لعيب مصري يحمل الجنسية المصرية بيلعب في الدوريات الأوروبية نشوف تقرير سريع جدا على هذا اللاعب زي ما بقول لحضراتكم مهم جدا نحن هنا رسالتنا كمان نحن ندور مع الناس المسؤولة على المواهب المصرية الموجودة في أوروبا نسلط الدوق عليها وإن شاء الله يكون يعني فالخير إن شاء الله لمنتخبنا الأول نشوف تقرير عن مالك بخيد ونرجع مع حضراتكم على غرار محمد زيدان تصطع موهبة مصرية جديدة في الدنمارك هو مالك بخيت صاحب الجنسية الدنماركية والمصرية والذي سنراه في مباريات الدور الدنماركي الممتاز في الفترة المقبلة بعدما وقع نادي بروندبي مع النجم المصري الصغير أول عقد احترافي معه لمدة ثلاث سنوات وأعاد اللاعب إلى الأذهان صورة نجم منتخب مصر المعتزل محمد زيدان الذي بدأ مسيرته ونجوميته مع نادي أكادامسك الدنماركي ومنه انتقل إلى ميتي لاند ومنه إلى الدور الألماني الممتاز ليكون أحد أكثر اللاعبين المصريين تأكيداً على أهمية الاحتراف منذ سن صغيرة بعد الاستفادة الكبيرة منذ تجربته المبكرة في الدور الدنماركي مالك بخيت من موليد الثالث عشر من مايو 2005 وبدأ مسيرته الكروية مع فريق براعم بروند بي ومنه انتقل إلى الفريق لأقل من سبعة عشر عاماً إلى أن تم تصعيده لفريق تسعة عشر عاماً وبعد ما قدمه اللاعب من مستويات جيدة قررت إدارة النادي الدنماركي توقيع أول عقد احترافي مع اللاعب ليصبح قريباً من التواجد مع الفريق الأول في الدور الدنماركي خلال الفترة المقبلة وشارك مالك بخيت الذي يجيد في مركز ظهير الأيمن رفقة فريق بروند بي لأقل من تسعة عشر عاماً في أربع عشرة مباراة خلال الموسم الماضي نجح خلالهم في صناعة هدف وحيد كما شارك رفقة المنتخب الدنماركي لأقل من ستة عشر عاماً في أربع مباريات أحرز خلالها هدفاً وحيداً وفي ستة عشرة مباراة مع المنتخب الدنماركي لأقل من سبعة عشر عاماً كما شارك في بطولة أوروبا لأقل من سبعة عشر عاماً وأكد بخيت في حوار صحفي مع إحدى وسائل الإعلام الدنماركية على امتلاكه للطموح للسير على نهج مارسيلو البرازيلي والإنجليزي أليكساندر أرنود كما أكد على تحمسه الشديد لتجربة محمد صلاح مع ليفربول لسيما كونه أيضاً مصري الجنسية والأصل التقرير أكتر من رائع وموهبة مصرية جديدة في أوروبا يا رب إن شاء الله يعني يكون ليه كمان نصيب يعني كل دوة بنحاول بقدر الإمكان ومن خلال المحترف حنصلة الأضواء زي ما قلت لحضراتكم على المصريين أصحاب الجنسية المصرية اللي بلعبوا في أوروبا في دوريات أوروبية أو في فرق أوروبية وتكون إن شاء الله انطلاقة لحتى عهد جديد مع المنتخب زي ما قلت لحضراتكم وحناقش الكلام ده مع دفنا أحمد يعني من خلال من خلال البرنامج بنحاول بقدر إمكاننا نحن نصلط دوق على ولادنا اللي هم مش معروفين للناس تبدأ المسؤولين يعني يتابعوهم إذا كان يشتركوا حتى مع المنتخب الشباب منتخب أولومبي لأن زي ما قلنا إن حتى منتخب السنغالي عنده تمن لعيبة في المنتخب السنغالي كان من الناس اللي بتلعب يعني حاملة الجنسية السنغالية وتلعب في دورات أوروبا شايف الموضوع ده إزاي وإزاي نتعامل فيه بجدية لازم يكون فيه جدية في الموضوع مش مجرد تقريب يتقدموا خلاص طبعا أنا بحب بحيي حضرتك وبحب بحيي فريق عدد البرنامج هنا في المحترف على التوجه للبرنامج لازم يقوم بي دلوقتي لأنه البرنامج يعني على رأسه اسم كبير زي كابتن هنا رمزي مصر المصرف في أهم دوريات العالم وحضرتك ليك مسيرة طويلة يا كابتن في الملعب الأوروبية لا تجحد يعني النقطة المهمة يا كابتن أنه إحنا دلوقتي بنفتقد كل وقت للأساسيات يعني بنرجع تاني نقول أن اللاعبين المصريين مفتقدين للأساسيات بتاعة كرة القدم ممكن يبقى اللاعب مهاري وموهوب وكل حاجة ولكن تظل نسبة في التأسيسيات بيفتقدها لما بيتم ده في الدوريات الأوروبية على أعلى مستوى بنشوف عائد كويس لأن الكرة دلوقتي يعني ما بقتش بس روح ما بقتش بس تنفسية في الدوري بينتج عنها منتخب جيد حضرتك ضربت مثل بالسنغال أنا بحب أضرب مثل بالجزائر الجزائر 100% من جيلها الزهبي لعبين لم يتأسسوا في الجزائر لعبين الجزائر سعت ليهم بالتجنيس وبالبحث في المنتخبات بلجيكا تحت 2021 سنة ومنتخبات فرنسا تحت 21 سنة والبحث في منتخبات كتيرة في الفئات السنية الأدنى تونس بتتوجه نفس التوجه دلوقتي اللعبين اللي من أصول تونسية جابوا حمزة رفيعة جابوا حنبع للمجبري جابوا أكتر من حد حتى مثلا زيدان إقبال اللي بلعب في منشستر رونتر السنة دي من أصول عراقية فأنت يعني حتى تجاربنا في المسألة دي وإن كان أبرزها طبعا تجربة محمد زيدان أقصد لعب تم تكوينه في فئات سنية أدنى في فرق أوروبية هي تجربة نجحة مش نجحة فإحنا ممكن ناخد هو مش ريسك أنا كنت أقول ريسك بس رجعت في الكلمة لأنه مش ريسك بدأ للاختيار الأقمن للاختيار الأقمن أنت تجيب لعب متأسس احترافيا كويس جثمانيا كويس ذهنيا كويس قادر أنه هو ينصهر معك بقى فئات تحت 17 و تحت 18 و تحت 18 و تحت 20 و هذا مهم يا أحمد كمان قبل ما يخش خلي بالك العملية بتبقى ما احنا مقول طب خليه السنة الجاية لا أنت لازم دلوقتي تجيبه وهو عنده 17 سنة يبدأ يلعب مع المنتخب يعرف الأجواء حتى الناس بتتكلم لو فيه أجواء مختلفة يتعرف على الأجواء يخش في الأجواء والمهم كمان أنه هو ما تعدش يسايبه و سايبه بعدين بعد ما يعد السن يبقى عنده 18 و 19 يلعب مثلا مع منتخب إيطاليا زي ستيفان شعراو ستيفان شعراو أو يلعب مع منتخب الدنمارك أو 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 وبالتالي عن موضوع بيبقى خلاص خرج من إيديك وبالتالي الرسالة اللي احنا بنعملها هنا للمسؤولين إنهم يبدأوا يتواصلوا و احنا كمان هنبدأ نتواصل مع الولاد عشان يكونوا موجودين زي ما أنت بتقول وارد جدا يكون يكون كيان جديد أو عناصر جديدة للمنتخب الأول اللي احنا بنفتقدها في الوقت الحالي بالزبط وبرضو في الفئات السنية الأدنى في مصر للأسف برضو بعض الأشياء اللي علاقة بالجدولة وعشوائية التنظيم والكلام ده أحيانا بتلاقي فئة سنية سنة كاملة سقطت صحيح فودت على نفسك مئات أو آلاف الناشئين في سنة واحدة مجرد أن سنه بس صدف رقم عشوائي فأنت بتطلع كل دوت فيبتدي مثلا ناشئ الأهلي ناشئ الزمالك ناشئ الإسماعيل ناشئ كذا بيلاقي نفسه بيلعب في فئات سنية أدنى في أندية أقل فتلاقي الكرير بتاعه خلص بدري ولكن اللعاب اللي متأسس كويس لو دخل معك منتخبات واختلط بالعابة الأهلي والزمالك نقلهم حاجات وهم خدوا منه حاجات فرص احتراف كتيرة فتحت من النقطة دي لأن اللعابة الصغيرة في فئة سنية الأدنى بيكون فرصة أنه يجيب واحد تاني مختلفة أنا بتذكر أحمد عبدالقادر السنتين اللي راح قضاهم فترة الاختبار في الشيك واللي بيقضيهم دلوقتي محمد مغربي مدافع اللي لعب مع الأهلي في كاس العالم للأندية لا بشوف الفتنس عالي بشوف السرعة عالية أحمد عبدالقادر الشوال راحهم ورجع جسمه أقوى راجع أداءه البدني أعلى فأيا كانت وجهة نظرنا في مكان كورتنا دلوقتي وسط العالم بس لا خلاف عليه أننا الأساسيات بتاعت كورة القدم ما بتقدمش للناشئ بشكل مثالي في معظم الأندية وفي معظم المتحدة بدي كورسة كمان دلوقتي زي ما بقولك يمكن كان زمان شوية الموضوع بيبقى صعب لكن احنا بنحاول بقدر الإمكاني أن احنا نبرز بعض المجوم إن شاء الله ونتابعهم ونخلي المسؤولين يتابعهم ويكونوا متواجدين إن شاء الله في منطقة موسطية نروح لبرشلونة بس الناس يعني يعني زي كنت بتكلم معاك يمكن قبل لأه بقولك كان الناس كلها متوقعة إن برشلونة آه هيعمل مشروع ولكن هيقعد أربع خمس سنين عشان يبني فريق قول ومن الواضح الانتقالات اللي حصلت خلال الفترة الصغيرة اللي فاتت علم تستفهم أولا على العائد يعني برشلونة جاب الفلوس دي كلها منين وكان بيعاني من أزمة مالية والجزء الثاني إن شافي مصمم إنه يعمل يعني فريق وارد جدا إنه بهذا الفريق يحصل على الليجة ويحصل على الدور دور الأبطال دور الأبطال رأيك إيه في القصة بتاعة برشلونة طبعا إنه هو دلوقتي برشلونة بيأخد الرزق الوحيد الصح المغامرة الصحيحة الوحيدة ولكن مغامرة مغامرة لدرجة صعبة لأنه من الناحية الاقتصادية خلنا نتكلم اقتصادية يا كابتن برشلونة عمل إيه علشان يخلص من أزمة الدين برشلونة نهى السنة المالية اللي فاتت اللي هي قبل اللي فاتت السنة المالية اللي استلمها أخوان لابورتا من بارتوميو نهاها بأكبر مديونية في تاريخ كرة القدم 1.3 من 10 مليار يورو دي أغلى أقوى مديونية في تاريخ كرة القدم علشان يتخلص منها كان لازم يقعد كده ويفرد قلية اللي استحق لما بقى لنا ديون بنشوف إحنا هندفع إيه قبل إيه وإيه قبل إيه وإيه قبل إيه باختصار شديد برشلونة كان عنده دفعة مستحقة أولى يعني لازم أن تتسدد مع بداية السنة المالية الجديدة دي اللي بتبتدي في ستة الدفعة المالية دي برشلونة كان معرض في الأول لما كان قبل ما ميس يرحل أنه اتعرض عليه قرد سيفي سي صندوق سيفي سي عرض عليه أنه هو يدي له كاش 280 مليون يورو مش مقسمة على سنوات ياخد كاش 280 مليون يورو مقابل أنه هو يتنازل عن 10% من حول بس لمدة 50 سنة 50 سنة قدام فتتكلم في رقم مهول لبرشلونة بس هو كان مستغل أنه برشلونة عايز فلوس حالا عشان يقعد ميسي هو عايز فلوس دلوقتي عشان يعرف يقعد ميسي ويسد فجوة الرواتب دي برشلونة خد ساعتها اللي اخترت للصعب النساء بميس يمشي وما خدش قرد سيفي سي في أغسطس 21 أغسطس 2021 برشلونة خد قرد بظروف متيسرة أكتر لو قرد جولدمان ساكس دي مؤسسة استشارات مالية أمريكية بولدمان ساكس قالت له خد 595 يعني 600 على عشر سنين 600 مليون يورو على عشر سنين مقابل أن أنت القرد ده بفايدة ميسرة جدا 1.98% هتاخد فايدة الميسرة دي بس واسيب لي عوائد البس بشكل غير حصري عوائد البس كلها كلها بس بشكل غير حصري ببيع براية ببيع براية زي ما تحب والمدة عشر سنين بس فده بالنسبة لبرشلونة كان قرد يعني مجدي لأنه برشلونة عارف يبيع تاني 15% من الحول بس وبع تاني عشرة في المية برا حقول بس وما خدش ما فيش قلي يعني خلاص خد القرد بضمان والضمان ده شبه مسدد فما بقاش عليه التزامات تاني فاخد من ال 595 دي الدفعة الأولى اللي هيكت 267 مليون يورو سد بيها الالتزامات العجلة وقعا لما بتسد الالتزامات العجلة البنوك والمؤسسات المالية اللي المسلفاتك بتديك فرصة أنك تعيد جدوالة الدين المتبقية فبرشلونة عمل إعادة جدوالة الدين المتبقية اتبقى مبلغ كاش مبلغ الكاش ده برشلونة دخله في لعيبة من الآخر برشلونة آلن عايز أجيب بلعيبة مبلغ الكاش ده لحد دلوقتي 144 مليون يورو 144 مليون بصفة كوندي صفة كوندي اللي فدل معا خلاص بال 144 ده قولنا أنا هجيب لعيبة جاب لعيبة لحد دلوقتي بالمبلغ ده لأنه برشلونة كان يقدر يدخل ده في إرادات كتير برشلونة يا كابتن رواتب لعيبي فريق كورت القدم بعد ما اتخصمت السنة اللي فاتت بتمثل 100 و 3% من حجم إرادات النادي أكبر من إرادات النادي كاملة بـ 3% فبرشلونة عنده أزمة عملاقة في الموضوع ده ولكن كان الاختيار الصعب التاني اللي بيأخذوا لابورتا إنه يشتري بي بالفلوس دي لعيبة لأنه لو ما اشتراش لعيبة وبرشلونة ما رجعش فريق قوي السنة اللي جاية برشلونة مش هيلاقي سبونسور السنة اللي جاية لأنه لما ميسي انسحب من برشلونة أو ميسي من برشلونة 60% من قيمة رعاية النادي قلت فالمخاطرة اللي خدها برشلونة مع حسابات اقتصادية آه مخاطرة طنطوي لأنه قدر بقى بعد ده كله برشلونة معرفش ياخد ألقاب السنة الجاية معرفش يجيب رعاية السنة الجاية هنا تبقى في مشكلة تانية كبيرة بقى البقية الفوائد البلوك هسد منين هجيب فلوس ازاي لأ لازم عقود رعاية اكبر فبرشلونة خد الاختيار الأصعب الاختيار اللي عليه دلوقتي بعد بزداد صفة كوندي هو برشلونة ما بيستهدفش حاليا غير أس بل كويتا بعد كوندي غير أس بل كويتا وماركوس ألونسو أو أحدهما يعني بس اعتقد دول الاتنين خلاص بس حتى النادي تشيلسي مش هيقبل اللواي بلوك يعني أفل عليهم بالزبط بس يقصد انه مالوش أهداف كبيرة تاني في المركات وهيركز في عمليات بيع اللاعبين لان برشلونة عنده مشكلة لسه في حسابات الرواتب قواعد اللاعب المالي النظيف بتفرض على برشلونة انه هو يمشي تقريبا لعيبة بحدود 70 مليون يورو ويخصم قدهم رواتب فمسألة خصم الرواتب ممكن يدبرها يعني ممكن تتدبر انه رفض تخفيض راتب وحتى لو بضغط من منشستر انه عايز انتقل من منشستر بس تبقى أسماء زي ديونج زي بيدري زي تيريش تيجن زي سديست لعيبة صغيرة في السن مطلوبة في السوق ممكن برشلونة يبتدي يبيع من فس دي باي يبتدي يبيع من اللعيبة دي طيب ده على مستوى انت كلمت باستفادة وبشكل أكثر من رائع على الشكل المالي ازاي برشلونة كان في أزمة مالية وازاي حلها بشكل أكثر من رائع واستفاد كمان بصفقات اللعب نتكلم على الجانب الفني رأيك ايه في المباريات الودية والبري سيزون بتاع برشلونة وهل خلاص نقدر نحط احنا كموحبي برشلونة نقدر نحط برشلونة من المرشحين بقوة للليجة الأسبانية بعد غياب يمكن السنة اللي فاتك اللي قابليها وكمان دوره اللي جاي في دوريات الأوروبية طبعا المواسم التحضرية برضو يا كابتن ما بتعبرش كتير عن اللي بيحصل في المواسم يعني على سبيل المثال اللي حاصل مثلا برشلونة الجيل الزهبي اللي خد ستة من ستة وكان محدش خده قبلها كانت غلب من منشستر سيتي في البرري سيزون ومنشستر سيتي ما كانش فريق كبير ساعتها في 2009 تغلب واحد صفر في البرري سيزون في الكمبنو في برشلونة ريال مادريد كان بيلعب فريق طلبة في دورة درجة رابعة ودورة درجة ثالثة في الدورة الإنجليزية في البرري سيزون المدربين واحد أحيانا بتدي دلالات على النادي عايز يسوق مين لان لو أنا لعب عايز أسقعه مش هلعبه في البرري سيزون فما يجيب شجون اثنين تلاتة فالنادي اللي مستهدفه دي نقطة تانية النقطة التالتة شوية حاجات في استراتيجات المدرب في المنع اللي برشلونة احنا متأكدين منه ان برشلونة لأ بقى أشرس كتير جدا وداخل السنة الجاية بشراسة أكبر في الضغط المتقدم ده المؤكد المؤكد انه السماء اللي شفناها في الثلاث ماتشاط الودية اللي لعبهم قدام انترميامو قدام ريال مدريد وقدام يوفينتوس ان برشلونة بيضغط عالي جدا بيضغط عالي جدا وبيعمل على افتكاك الكورة في مناطق متقدمة جدا من الملعب من ده الجون اللي جيل رافينيا في ريال مدريد من ضغط متقدم غلط كازيميرو أو مندي مش متذكر في التمليل اللي وصل في رافينيا من غير أسست المدافع الدهالو على طول من كتر الضغط موشارس برشونة جدد شباب اللعيبة في نص الملعب حتى لو قدام ليفندوبيسك من اللعيبة اللي لمساته للقورة ما بيكونش كتيرة ولكن هو بيبقى مهم جدا في مرحلتين مرحلة وجوده في الثمنتاشر والاقتناص من اللمسة واحدة مرحلة الضغط على كل المنافسين حوالين منطقة الجزاء لما بتجيب يا كابتن بقى جنعين سريعين رفينيا مثلا وانسو فاتي لو بتجيب ديمبيلي وانسو فاتي لو بتجيب ديمبيلي وفران تورش انت عندك خمسة ستة أجنحها دلوقتي شباب أكبر واحد يوم عنده خمسة وعشرين سنة مستعدين انهم يمارسوا الدور ده تماما في وسط الملعب بقى انت عندك جافي أقل من عشرين سنة بدري أقل من عشرين سنة دلوقتي كيسي أربعة وعشرين أو خمسة وعشرين سنة وهو لعب بيتميز أساسا مستو الأهم انه بيضغط عالي جدا لو أعادت ديونج كمان هتعرف ان انت تضغط وتمارس الضغط ده بشكل أقوى فبرشلونة الأكيد الحاجة اللي نقدر نقول عليها ان شافي لا بيطبق سياسة الضغط العالي بتاع التكيطاقة الكلاسيكية ان انا بضغط وبلمسة واحدة بفتك وبعد بفتك بكوم مسلس المسلس دوت بيطلعني قدام بسرعة هي دي الطريقة اللي برشلونة يعني قربها كتير وشفناها كتير عايز اخد رأيك في تشافي وطلبوا لعودة ميسي بعد انتهاء عقد هل ده صحيح هل فعلا ممكن نشوف تاني السنة اللي جاية والموسم مش اللي جاية اللي بعدين ميسي تاني راجع رأيك ايه في الجزئي دي يعني هيا صفقة ممكن تحصل ممكن تحصل من نحلة الإمكانية الإمكانية المادية يقصد لو برشلونة عدل فرق الرواتب يقدر يجيب ميسي تاني براتب أكيد مش زي اللي كان بياخده بس يجيبه براتب معقول ميسي ساعة هيكون بدون نادي فمش هيتكفل بحاجة في الصفقة وعشان كده ميسي مجددش لحد دلوقتي رغم عروض التجديد لموسم إضافي مع باريس سندرماء أنا متهيقلي اللي ممكن يرفض صفقة زي دي هو ميسي يعني ميسي نفسه مش برشلونة لأنه ميسي في الوقت في مسيرته بالذات لو عمل حاجة في عشرين وعشرين وعشرين بالذات لو ميسي مثلا خد كهس العلم عشرين وعشرين هو هيبقى عايز تبقى دي الأفلة هو عايز دي دي كده خاتمة مثالي دوليا ولا نهائيا لا لا نهائيا حتى النهائيا دي ممكن ما تزلش رسمي بس خلاص يطلع من الأوروبا يطلع على الدوري الأمريكي هو مجهز الأمور عنده في ميامي دي وجهة مازهر كي أحمد خلينا كمان نشوف وجد مازهر تشافي المدير الفني طبعا برشلونا ورأيه إيه في عودة ميسي لبرشلونا مرة أخرى ليونيل ميسي متعاقد مع نادي آخر في الوقت الحالي لا معنى لأن نتحدث عن ميسي في الوقت الحالي إنه أفضل لاعب على وجه الأرض وفي تاريخ كرة القدم الرئيس لابورتا قال إنه يرغب في أن تتواصل الرواية بين ليونيل ميسي وفريقه باريس سان جيرمان سوف نرى ماذا سيحدث في المستقبل هذا وقت للحديث على اللاعبين الحاليين وتطلعاتنا للموسم الجديد من ناحية صحفية قل الله حردك القصة دي بدأت إزاي القصة دي بدأت إن فيرونيكا بروناتي دي صحفية أرجنتينية من أصول أسبانية مقربة جدا لميسي مقربة جدا شخصيا لميسي الصحفية دي اللي أول واحدة قالت السنة اللي فاتت ميسي مش هيعد ميسي ماشي وكانت ساعتها صدمة للعالم ميسي عايز يقعده برشلون عايز يقعده فقالت لا ميسي مش قاعد ففيرونيكا بروناتي طلعت في لايف على قناة سبيس على تويتر اسمها الكلاسيكو تيفي أعتقد قالت إنه ميسي عايز يرجع والده بيكلمه في الموضوع ده وهو عايز تسوية من الإدارة ده إرادة ميسي إنه عايز يرجع لبرشلون إرادة ميسي إنه عايز يرجع أو لا يمانع خلايا نستخدم ملاحظة يعني مصطلح لا يمانع بشكل أفضل بس هو عايز تسوية من الإدارة لأنه الصيغة اللي راحل بها السنة اللي فاتت ما كانتش الأكثر يعني احتراما لقيمة ميسي وميسي دايما وهو قال كده في بحواراته السنة اللي فاتت إن أنا لم أكن أستحق هذه الخاتمة مثلا أو حاجة أو أنا ما أستحقش اللي أنتوا لسه بتقولوا علي لحد دلوقتي إن أنا سبب مشكلة النادي دلوقتي حتى للأزمة المادية ولكن لما بروناتي تطلع تقول كده مش شرط يكون مسلم بـ 100% مش شرط يكون مسلم بـ 100% لأنه فيه زي ما قلت لحراتك فيه عامل مهم جدا هيجي في النص اللي هو كاس العالم 22 اللي هيعمله ميسي في 22 هيأثر جدا في مسيرتي هتوقف عليه مسيرتي هتوقف عليه حاجات كوة لأنه فيه حاجات كتيرة جدا في مسيرتي هيحددها كاس العالم في قاطر فأعتقد إنه 22 هيعوز يكمل ولا لأ يعني ما أقدرش أحسن فيها بشكل قاطع بس أنا شعوري كده أنه ميسي أجهد تماما زهنيا يعني هو أجهد زهنيا بدرجة كبيرة ولو خد لقطة ختام قوية سواء دوري أبطال أوروبا سنة دي مع PSG مثلا أو كاس عالم في ديسمبر مع الأرجنتين أعتقد أنه هيعوز دي الأفلة الأسطورية اللي هي تقول أنا أفضل لعب في تاريخ كورة القدم بدومون هذا وإنت بتتكلم قبل من تكلم على ميسي كنا بنتكلم على ليفا لباندوازكي طبعا المهاجم البولندي الرائع واللعب البايرن السابق وكان برضو انتقالوا البرشلونة كان واضح جدا الرغبة الكبيرة جدا عند هذا اللعب للانتقال لهذا النادي يعني بعد ما دخل الـ بري سيزون مع البايرن والبايرن طبعا هو معول عليه حتة نقصة برشلونة من سنين اللي هو المهاجم القناص برشلونة بيصنع كور كتيرة دايما مجرد مثلا لما دخل عنصر زي أوبا ميانج السنة اللي فاتت جاب 14 جون في نص موسم فرص كثيرة فرص كثيرة مهدرة مهدرة ميسي كان دايما عليه طول عشر سنين عليه عبء الصناعة والتسجيل وكل ده لابا سوارز شوية مستوى التهديف قل بقى الموضوع كل ملقى على عطق ميسي لما المهاجم وظيفته في العالم أو نقطة التماييز الأساسية هي تسجيل الأهداف فقط لغير انت أنا بتضيف عنصر ما كانش عندك لوقت طويل مع برشلونة فبتدي يعني أنا مش متخيل مثلا لليفندوفسك يا كابتن هيبقى العنصر الأساسي 100% مع برشلونة السنة الجاية وهو عنده 34 سنة ممكن ما يبقاش بأساسي طول الموسم ممكن يعتمد عليه في الأمطار الأخيرة من الموسم لو برشلونة عارف يوصل لمرحل بعيدة في الشامبيونز ليجي يستغل خبرته وقدرته التهديفية بس تشافي جايبه أو تشافي طلبه علشان حتة معينة مش موجودة خالص عند برشلونة لما يبقى عندك لعيب ما جايش أبدا زيه في الحتة دي إن أنا مجرد إن أنا بتاع 18 أنا بتاع 18 خلاصوا كل حاجة برا وأتقالي هنا اللمسة الوحدة اللي عدة ما ما نتوقع ممكن سوارز على فترات برضو كان بيقدم هذا المرضود لكن على مستوى الأرقام كمان بنتكلم أرقام مرعبة لليفا وعدد الفرص تقريبا إحصائية كده بيقولك لو جات له عشر فرص هجيب 8 أهداف ونص يعني تتكلم في 98% من الفرص اللي بتطيح ليه لفندويسكي بيحرص منها أهداف ويمكن دي الحلقة اللي نقص فيه برشلونة اللي بيكملها طبعا تشافي الموسم القادم طيب ده رأي أحمد مجني تعالوا مع بعض نشوف كمان ليفا عن انتقاله لبرشلونة من الباير عندما تلعب لبرشلونة فإنك تفكر على الدوام في الفوز بالألقاب نحن نتحدث هنا عن دور أبطال أوروبا بالرغم من أننا لم نبدأ الموسم بعد مع القدرات الكاملة لدينا الآن في الفريق سوف نمضي هذا الموسم خطوة فخطوة لكي نبلغ القمة ولكي ننافس على كافة الألقاب علينا أن ننتظر لكي نعرف كيف ينتهي بنا المطاف ولكن بالتأكيد هذا الموسم سيكون أفضل بكثير مقارنة بالموسم الماضي لأننا ندرك أن علينا أن نعمل بقوة أكثر من المقارنة واضح من كمان وراجل لسه كمان جعان جعان بطولات بالرغم من كل البطولات مع البيرن بعدد أكتر من رائع وعدد كبير جدا لكن هو بيقول لك أنا جاي عشان أكسب بطولات ولسه عندي طموح ولسه عنده شغف لتسجيل الأهداف بالضبط يا كابتن ولو سألنا نفسنا أنا اللي يخلي العب زي ليفندوفسكي يطلع من منطقة الرحة تماما في بيرني ميونيخ أنا الهداف أنا اللي باخد كل سنة من بطلتين في ألمانيا وغير اللي هاخده بنافس دايما في أوروبا أنا أحصل لها في العالم أنا كل حاجة تحت إيدي مستقرة وتمام غير أن أنا عايز تحدي جديد هو كان يعني ليفندوفسكي كان هو يعني من محبري المدريد القدامى كان عايز ياخد تجربة في الليجة لما توفرت تجربة برشلونة ما السلب بالنسبة له إعادة إحياء مسيرته لأنه في وسط كل المشاكل اللي كان بيواجهها مع بيرني برضو طريقة بيرني في التعامل مع اللعابة الكبارة أو اللي بتنتع عقودهم فيها سمة مشتركة أنها بتحصل فيها مشاكل اللاعبين أو مدربين يعني حصل ده مع هانزي فليك حصل ده مع دافيد ألابة وبيحصل ده وقت معروبة ليفندوفسكي أنا بجدد عقد بدخل في سنة قبل الأخيرة في التعاقد فمحتاج أن أنت على الأقل خلص تزودني زيادة ولو رمزية تحسستني أن أنا هفضل في الليفل بتاعي في العقد الجديد لا بيرني مينغ بيقول له يا بعقدك القديم هتمشي لغاية نهاية عقدك بنفس القيمة و هنجد ده وقت ما نحب طب أنت كابل بتطرح له مشكلة في كاريرو أنت بتقول له أنت بعمر 35 سنة السنة الجاية مش ضامن أنت هتلعب فين والله أعلى مساعدت هيكون مستوى عامل إيه فطريقة قفلة بارني مينغ اللي فيها كده الشخصية الألمانية كده طف شوية بتكون أحيانا يعني منفرة للعابين الكبار بارشلونة بالنسبة له كان نقطة إعادة إحيان المسيرة وعلشان كده هو عايز يدخل التحدي ده السنة الجاية طيب طبعا على مستوى على مستوى الانتقالات طبعا يعني طبعا رسميا خلاص كوندي اللعب الفرنسي موجود في بارشلونة ودي كانت صفقة مهمة جدا وكان زي ما أنت قلتلي قبل اللي هو كمان كان تشيلسي متواصل بشكل أكتر من رائع مع هذا اللعب ولكن بلغة في الكورة ولغة الانتقالات كده يعني بارشلونة سرق هذه الصفقة من تشيلسي بارشلونة دي الصفقة التانية أو التالتة اللي سرقها من تشيلسي يعني سرق منه لعيبة زي كريستينس النفسه كريستينس النتسرق من الفرقة عايز يسرق أسباليكويتا وألونسو سرق منه رافينيا في الأمطار الأخيرة سرق منه كوندي في الأمطار الأخيرة فبرشلونة يعني خلص على أهداف تشيلسي لحد دلوقتي وقربك حسابات تشيلسي في السنة جاءت تشيلسي ما جابش من أهداف الرئيسية السنة دي غير ستيرلينج وكل بالي كل بالي كان العكس كل بالي كان بارشلونة عايزه وتشيلسي عارف يجيبه في الآخر كوندي صفقة في منتجة الأهمية البارشلونة والخط تدفع بارشلونة لأنه العيب صغير في السن سريع يعرف يلعب باكرايت ودي نقطة شديدة الأهمية بالنسبة للتشافي لأنه عنده مشكلة في الباكرايت لو سوقوا ديست وبعوه بارشلونة هيدخل السنة الجاية باكرايت أساسي أروخ اللي هو نقطة مهمة جدا في قلب الدفاع أو سيرجي روبرتو اللي بيعاني من مشاكل بدنية كتير ومستوى بيكون متزبزل فلما تفار لتنين يعني عارة بنيت الشراء برشلونة ياخد اتنين مليون يورو وقتية دلوقتي وليه نسبة في قاعدة الباعلة وسائل التباع فكندي أروخه خيارات كويسة في الباكرايت كندي كمان لعيب كرة كويس يعني مش مدافع مش مدافع مجرد هجام أو مساك أو كده لا مدافع لعيب كرة على طريق كابتن هاني رمزي يعني بيعرف يتلعب الكرة من تحت وبيعرف يوصل بها النوقات متقدمة جاب جون سولو خلص في برشلونة نص الملعب رأس كل اللعيبة وحطها جون لا ومكسب كبير كمان على مستوى يعني انت ما بتكلم على الصناعة فريد اني كان مطالب طبعا شابي انه هو يجدد عناصر كتيرة جدا شايف من خلال الصفقات لغاية دلوقتي هل البارسة قادر فعلا على المنافسة القوية جدا والحصول على اللي جا قبل نتكلم كمان على عثمان ديملي انت في خلال حديثة تكلمت على خط هجومي رائع عنده كل خاصة على الاطراف لكن خليني اقول من خلال رؤيتك وحبك كمان لبرشلونة هل برشلونة قادر الموسم القادم على الفوز بالليجا ولا لسه قدامه كمان سنة لا لا هو قادر السنة الجاية قادر ياخد الليجا مش بقول الحارتك انه متوقع ياخد الليجا بس كل الامور متاحة تماما بس يظل بس الازمة بتاعت التسجيل اللعيبة لانه هتتفجر الازمة دي في شهر تمانية بالذات اللعيبة لما هتتكدي الليجا تقول لك هتتسجله من اين لك هذا بقى يعني تفضل قولي هتسجل ازاي فتواجهك مشكلة لو فرينك دي يمجي مثلا مرضيش يمشي عندك تخمة في خط النص يعني احيانا بيكون وجود لعيبة قدي دي بخط النص مشكلة كبيرة صح عندك لعيبة لحد دلوقتي مواقفة ما تحسمتش مثلا بيانتش بيانتش انت مش عارف تبيعه بالسيار اللي انت عايزه فيه كلام عن النصر السعودي مثلا انه هيحاول يضم بيانتش عندك لعيبة كتيرة بتاخد رواتب وهيبقى فيها مشاكل فالتخمة كتيرة دي برضو ممكن تسبب مشكلة السنة الجاي ولكن لما تبتد عمليات بيع اللعيبة بقى قدامنا توضح كمان لانه احنا كل ده اللي واخدينه شراء اللعيبة بيع اللعيبة كمان هيوضح برشنواقف عند انهي نقطة السنة الجاي طيب واضح كمان من خلال رؤيتك عثمان ديمبلي كمان بيجدد عقده بعد يمكن كمان كلام كتير قوي هجدد هيمشي هيروح لكن كمان عثمان ديمبلي قدم عقده هاخد رأيك في عثمان ديمبلي لكن نشوف كمان هو ديمبلي قال ايه بعد تقديد عقده ونكلم عن البري سيزون ونكلم على احلامه مع برشلونة في العام القادم او في الموسم القادم نشوف مع حضراتكم اعتقد ان اداء الفريق على ما يرام ولا بأس بعد مبارياتنا الاربع خلال الفترة التحضيري السابقة للموسم الجولة كانت معقدة لان طقس حار ونحن في حالة سفر اعتقد ان الفريق على ما يرام احراز هدفين يمنحني المزيد من الثقة بالنفس انا سعيد للغاية بذلك احظى بثقة المدرد وثقة زملائي ومن الجميع في برشلونة اعتقد ان هذه الثقة مهمة للغاية لكل لاعب انا على علاقة طيبة مع الفريق والمدرب وسوف اعطي كل جهدي لهذا النادي سوف اعطي كل جهدي لهذا النادي دمبلي من ساعة لحظة جوازه واحنا لحظة جوازه من زوجته المغربية دمبلي ما تصابش مثلا ولا اصابة طويلة مثلا الموضوع كان عنده مشكلة في الاصابات المتكررة كان الرجل الزجاجي تصاب كان اصاب مدة طويلة جدا وغب حوالي 511 يوم تقريبا عن برشلونة ساعة لما عقده ابرم في 2017 دمبلي كمان النقط اللي ليه علاقة مثلا لان تفاصيل بسيطة انه مثلا تعلم اسباني وبتكلم اسباني دلوقتي فده بيبقى بيوريك جدية اللعاب ان هو عايز يقعد مدة طويلة في النادي كل المفاوضات اللي فاتت مع وكيله موسى سيسوكو يعني كانت بس علشان الوصول لأعلى راتب بس انا كنت متخيل ان عثمان دمبلي اه هيجدد بالصيغة المرضية ليه ولكن ان برشلونة كمان يوصل بالسعر اللي هو عايزه كمان في دمبلي كان نجاح كويس جدا لبرشلونة واضح جدا ان يعني كمان هو سعيد بوجوده في برشلونة وخط ناري خط يجومي ناري ببرشلونة في الموسم القادم نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل حوارنا الرائع مع المتميز احمد مجد اعلن بحضراتكم مرة تانية يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم باستفادة عن برشلونة كيف يستعد لموسم قادم ومشروع تشافي وقدوم لعبين على مستوى عالي جدا لبرشلونة خلينا نتكلم دلوقتي مع نجمينة احمد مجد عن فريق اخر طموحاته الكبيرة جدا الفوز بدوري الابطال بالنسبة له الدوري المحلي دوري مضمون ولكن يبقى دوري الابطال هو المعدلة الكبيرة في تاريخ هذا النادي او في الحصول على طبعا يعني الدرع زول الادنين دوري ابطال اوروبا بنتكلم اكيد على ميسي وعلى نيمار وعلى ميبابي ونتكلم على البي اس جي رأيك يحمد في بري سيزن بتاع باريس سان جرمان هذا الموسم مع تغيير الادارة الفنية بمدرب فرنسي يمكن ملوش تاريخ كبير جدا ولكن بيعول عليه طبعا رئيس النادي واللعبين والجماهير للحصول على دوري الابطال طبعا باريس سان جرمان اختار اداء الموسم التحضيري ليه في اليابان ممكن طبعا بيبقى فيه عقود اسيا عموما بتبقى عقود عالية جدا في حقوق الباس والحاجات دي بتاع الموسم التحضيرية غير ان شعبية العيبة زي ميسي ونيمار عالية جدا في العالم كله بس بالذات في اسيا بتكون عالية جدا فاليابان والتجهيزات والبنية التحتية الكويسة في اليابان كل ده ساعد ان باس جمان يخد فترة التحضير كاملة هناك طبعا بيكسب بسكورات عالية جدا وبيحاول يوصل لتوليفات مختلفة وفيه تغييرات في الملعب اضافها جلت ايه بس هو لسه النادي او لسه الفريق ما حسامش شوية حاجات ليه علاقة بالمركاتو برضو انا الى حد ما متخيل ان نيمار ممكن يبقى حديث الساعات الاخيرة مثلا حديث اخر 10 ايام 15 يوم في المركاتو بعد التقرير بتقول يمكن ينتقل الى نادي اخر يعني دي تقرير بتقول ان نيمار حتى على مستوى وجوده في البيس جي مش مضمون 100% بس هو الخطوة الاستباقية اللي خد ان هو يعني جدد العقد لحد 27 هترفع القيمة اللي مطلوبة فيه بشكل كبيل لان في الوقت اللي قبل ما يجدد هو يعني نيمار كنت تقول لحضرتك قبل هو نيمار حاطت شرط في عقده مع باريسن جرمال ان اول تجديد هو يكون في ايده ممكن يكون في ايده او في ايدنا يعني لو النادي موافقش على التجديد ونيمار عايز يجدد بيجدد يعني هو في ايده التجديد الاول ده انا في ايده حتى لو النادي مش هازل فده اللي حصل يعني اي عنوان صحف كان بيقول باريسن جرمال يجدد عقد نيمار لأ نيمار يجدد عقده حتى 27 مع باريسن جرمال العكس مش نيمار فنيمار بالخطوة دي صعب مهمة لأي حد راغب في الحصول عليه ولكن جلت ايه مش متحمس اول وجود نيمار في الفريق وبين خصوصين مش متحمس لوجود التلاتة مع بعض التلاتة السلوسة الامامة مع بعضيه كتير جدا هل هو الخوف من شعبية ونجومية التلاتة دوليا متكلم على نيمار ميسي مبابيه وانت بتقول لي حتى هذا الموديل الفني الجديد كان عنده وعنده مش بعض المشاكل لكن عنده يعني حساسيات كده خاصة مع نيمار مع نيمار صح جلت ايه ليه تجارب تدريبية كتير في فرنسا اهم تجربتين فيهم ليل ونيس ليل اهم تجربة طبعا لانه اخذ معهم الدوري الفرنسي بشكل مفاجئ من قطع سلسلة باريس ساندرمان جلت ايه مدرب فرنسي كلاسيكي في قط اللبس عنيف لدرجة كبيرة مش متفاهم يعني في حتة انه يعني ما بيقبلش وجود نجوم مرفهين زيادة عن الداعي لو جينا نشوف مين من السلاسي فيه الطبع اللي ممكن يقرف جلت ايه من اخر هو نيمار هو نيمار لان نيمار في وقت من مسيرته بس ان 23 او 24 سنة دلوقتي لسه عايزي لعب كورة ومع سانتين مع باريس ساندرمان في العقد الجديد فلسه عايزي لعب كورة ميسي بيلعب اخر مسم تقريبا ليه او يعني بنسبة معقولة بنسبة كبيرة هو اخر مسم ديه في المستوى الاوروبي العالي فمش هيكون لعب مسير للمشاكل ايا كان الموضوع هيكون لعب متفاهم وكمان كاراكتر البرازلين مختلف شوية يعني ممكن بيطير بعض المشاكل بيكون عنده مشاكل وخاصة لو مدرب صارم ممكن يكون فيه تصادم ما بينه ما بين المدير الجديد بالضبط فانيمار ممكن يبقى القنبلة الموقوطة في الفريق اللي جلت ايه مش هيقدر يتعامل معاه غير ان باريس ساندرمان لا يعني محتاج يرشد راتب حد من التلاتة ودي النقطة المهمة التلاتة رواتبهم عالية جدا يعني نمار بيقبط 606 مليون سترليني في الأسبوع ميسي بيقبط مليون مليون و 12 من مية مليون سترليني في الأسبوع مبابي بيقبط مليون و 16 نمار بيقبط 606 ألف متأسف 606 ألف سترليني في الأسبوع فالتلاتة رواتب هم أكبر ثلاثة في العالم أكبر ثلاثة رواتب في العالم بفرق كبير عن كريستانو رونالدو صاحب المركز الروابع اللي هو 450 ألف سترليني في الأسبوع فالرواتب دي طبعا فيه كلام كتير على كيف ينجو ناصر الخليفي وباليستان جرمان من ملف اللعب المالي النظيف ويعلقة ده بدور السوبر ليج ورئاسته الرابطة الأندية الأوروبية ولكن عند نقطة معينة الرواتب دي هلازم يفتح فيها التحقيق خصوصاً لباليستان جرمان أيا كانت الأرباح اللي بيعملها ممكن ما توزيش النفقات الكتير اللي بيصرفها على فريق كورة في السنين اللي فاتت فأنا متخيل أنه الاتجاه لاختيار كريستوف جالتيه على حساب أسماء زي زين الدين زيدان على سبيل المثال التنازل عن بوشتينو مع أنه كان محال أهداف المحلية على الأقل ومدرب له اسم كبير التنازل عن أسماء زي مورينيو قبل ما يروح روما عن أرسن فينجر اللي هو فرنسي برضو ده اتجاه لفرناصة طيب طيب نشوف أنا وانت برضو جالتيه طبعا ده المدير الفني لباريستان جمان الجديد تمحاتوا ايه مع البيس جي الموسم القادم أكيد على مستوى دوري الأبطال وكيف سيتعامل مع النجوم الكبار نيمار رمبابيه وميسي تعالوا نشوف ايه قالوا ونرجع تاني مع طبعا نجمنا المتقلق أحمد مجدي النادي يسعى دوما لتحسين وتقوية كتيبته وسياسة النادي تقضي بإضافة المزيد من اللاعبين لهذا الغرض هناك العديد من الأسماء التي تم ذكرها في هذا الإطار ولكن قبل ذلك أسعى لمنح اللاعبين بعض الراحة سوف نعود إلى فرنسا ونرتاح بعض الوقت ربما نضيف لاعبا أو لاعبين أو ثلاثة لاعبين ربما أربعة أو خمسة سوف نرى ما سيحدث بنهاية الأسبوع كانت تجربة اليابان جيدة خلقت شعورا طيبا قمنا بجولة إعدادية سابقة للموسم تدربنا خلالها كثيرا وأكملنا استعدادنا الآن سوف يبدأ الموسم وقبلها لدينا مباراة أخيرة ونرغب في الفوز بها ضد نانت في كأس السوبر طبعا طموحات جديدة ولكن تحديات كبيرة كمان على مستوى التحديات في اعتقاد التحدي الأكبر هو الفوز بدور الأبطال طبعا كابتن فاريسان جرمان بيعمل كل ده علشان دور الأبطال الأوروبا واليأس اللي أصاب النادي السنة اللي فاتت باع لما كان قابق أو زينا وأدنى من الوصول لربع النهائي على حساب ريال مدريد وبعدين فجأة يعني تهاوي الشخصية أو وقوع الشخصية بتاعت الفريق في عشر دقايق ريال مدريد بيخلص كل التسعين دي اي او أكتر او يعني مية وسبعين ديالعبها باريسان جرمان خلصها في مية وتمانية العشر دقايق اللي فضلين دور ريال مدريد خلصها وبنزيمة خلصوهم فيها بيه سنتين كل ده بيشير انه خلاص يعني مال لباريسان جرمان انتظار دوري أبطال أوروبا هدلوقتي المشروع بتاع باريسان جرمان تحت الإدارة القطرية بيدخل المسم العاشر ليه في دوري ما فيهوش تنافس كتير اللي هو الدوري في فرنسي فوارق فضيعة من الناحة التسويقية والمهدية حتى ربطة الأندال فرسية بتظل سامحة لي بالفرق ده ما بيحصلش في الليج على سبيل المثال ما بيحصلش في الدوري الإنجليزي انه يسمح ليك ان انت تتخطى فرق التسويق لدرجة كبيرة على سبيل المثال النهاردة نيو كاسل نيو كاسل اللي هو تحت ملكية سندول الاستثمارات السعودي اغنم لك في العالم يعني الملائق المالية لسندول الاستثمارات السعودي اللي بيستحود على البيسان الجرمان ربما 92 مليار سترليني مليار سترليني يعني حوالي نص تريليون سترليني ومع ذلك النهاردة نيو كاسل بيعلن الحصول على قرض من بنك HSBC 90 مليون علشان يصادق على شوية صفقات لا رئيسه ما يتم حل مسألة اللعب المال النظيف ده بيحصل في فرنسي ليج ما بيحصلش في فرنسا صحيح يعني خلينا نتكلم خاصة على البيس جي وكانت محاط وكمان على مستوى اللاعبين كبار جدا الحصول على الدور الفرنسي خلينا نتناقش ده كمان يحمد مع واحد كان في يوم الايام لعب للباريس سان جرمان ومنتخب فرنسا طبعا معنا عبر سكايبا برونو كاروتي ده طبعا المدير يعني الرياضي الحالي لفريق مومبلييه وطبعا واحد من أساطير الكرة الفرنسية منتخب فرنسا ونادي باريس سان جرمان بنرحب بك على شاشة قناة النادي وفي المحترف مساء الخير عليك مساء الخير على الجميع مساء الخير على الكرات وجبير الناجلالي سعيد بتوجدي على قناة الاهلي لأن الاهلي هو أعظم الأندية في أفريقيا والوطن العربي احنا سعداء طبعا بشخصية كبيرة سواء على الجانب الرياضي كلاعب كبير في الدور الفرنسي أو على الجانب كمان الإداري وخلينا قبل ما نتكلم على البيت جي خلينا نتكلم على مومبلييه مومبلييه الموسم الماضي نهى في المركز التاسع في الدور الفرنسي عايز أعرف منك الطموحات مومبلييه في الموسم القادم هل مومبلييه قادم بقوة للمنافسة على مراكز في الدوريات الأوروبية أم ممكن يكون فيه مشروع طويل الأجل لنشوف مومبلييه مرة تانية في دوري أبطال أوروبا أعتقد أن الحديث عن الفوز بلقب الليج الدور الفرنسي بالنسبة للمومبلييه في هذا الوقت سيكون صعب جدا ومعقد بعد الشيء لأن تتحدث عن أندية كبيرة وعظيمة في فرنسا ومن الواضح أن وجود أندية كبيرة مثل مارسيليا وباريس سان جرمان وليل ونيس قاموا بعمل تدعيمات كوية وهم أقوى في مرضية الميدان وعلى الورق وعلى كل شيء ونحية الأرقام أقوى من مومبلييه أتفق معك تماما وده حيأخذنا لسؤال مهم جدا أنت بتتكلم على فرق على مستوى عالي جدا على رأسهم من باريس سان جرمان وكنت معظيفي الموجود منتكلم على باريس سان جرمان أنت شايف إيه اللي ناقص باريس سان جرمان للحصول على دور الأبطال رغم وجود عدد كبير جدا من اللاعبين العظماء زي ميسي نتكلم على نيمار ونتكلم على مبابي وغيرهم من النجوم اللي ناقص باريس سان جرمان للفوز بدور الأبطال أعتقد أن حان الوقت لفوز باريس سان جرمان للشامبينز ديج أعتقد أن باريس يقومون بعمل كبير الآن في هذا الوقت وقاموا بعمل انتداب كبير لمدرب كبير أعتقد أن الشيء الذي كان ينقص على البي اس جي هو المدرب وقد أتى انت شايف على مستوى الإدارة الفنية فيه طموحات كبيرة لهذا المدير الفني الجديد لباريس سان جرمان وهل سيكون فيه يعني ديه في النهاردة بنتكلم على ممكن يكون فيه تصادم فيه خلال الموسم من خلال النجوم والكنترول اللي ممكن يتعمل على الدريسينج روم هل هو قادر على الحزم وقادر على التأثير بشكل كبير على النجوم كبارزا وعلى صومني ماروين بابي أعتقد نعم لأن ميستر جلتير لدي الكاركتر لدي الشخصية الكبيرة للتحكم في غرفة ملابس الفريق وأعتقد أنه مدرب رائع وسيحدث فارق مع البي اس جي طيب على مستوى العام للقرى الفرنسية هل شايف أن الدوري الفرنسي في السنوات القادمة عليه أن يعمل كثيرا للتنافس قوي جدا مع الدوريات الأخرى زي البريميان ليج أو الدوري الإيطالي أو الأسباني ما ينقص الدوري الفرنسي حاليا ليكون خلينا نتكلم في أحد الدوريات العظيمة يأتي مثلا بعد البريميان ليج إيه اللي نقص الدوري الفرنسي بالنسبة للدوري الفرنسي أنتم تعتقدون أنه سهل لكن الليجة بطولة صعبة وصعبة جدا خاصة بعد فوز منتخف فرنسا بطولة كأس العالم الأمور تغيرت وأصبحت فرنسا تمثل كوة كبيرة أيضا بين الدوريات الكبرى بين إنجلتيرا وألمانيا وأيطاليا والآن أصبح الدوري مع باريس إنجرمان أكوا لأنه استقطب العديد من النجوم واللعبين وأيضا مارسيليا سيرعب في دوري أبطال أوروبا والأوروباليج تتكلم على الكورة الفرنسية وأن يمكن الكورة الفرنسية بتقدم أو فرنسا بتقدم عدد كبير جدا جدا من المحترفين اللي بعابه في الدوريات الكبرى 900 تقريبا لعب محترف فرنسي في الدوريات المختلفة هل شايف أنه ده إنعكاس طيب على الكورة الفرنسية وعلى منتخب فرنسا في السنوات القادمة نعم أعتقد أن هذا الشيء جيد للكورة الفرنسية بعد فوز الفرنسا بكأس العالم شاهدنا العديد من العابين الفرنسيين والشباب والناشئين أصبحوا يهتمون دائما بالأكاديميات في فرنسا ويهتمون باللعب داخل فرنسا ولا يفضلون الاحتراف بالخارج وأتمنى أن تكون فرنسا بعمل كأس عالم كبير في هذا النسخة ومن نسبة كأس العالم توقعك لمنتخب الفرنسي هل سيحافظ على اللقب أم يتجه اللقب إلى أمريكا اللتنية أو أحد الفرق الأوروبية العمل في فرنسا صعب جدا وأنت تسأل مدير رياضي في نادي فرنسي وأقول لك أن العمل على قدم موساق من أجل تقديم بطولة رائعة على عديد من الفرق هناك تنافس عظيم بين هؤلاء اللاعبين من أجل الاتحاق بقائمة كأس العالم لكن بالعودة إلى سؤالك أعتقد الأمور ستكون صعبة فوقعاتك من بطل كأس العالم القادم أعتقد أن البرازيل وأرجنتين دائما المرشحين وألمانيا وبلجيكا وتعطي فرنسا بعضهم وإنجلترا أعتقد أن هؤلاء هؤلاء هم المرشحون بالترتيب كما ذكرتهم لأن هؤلاء هم الأفضل حاليا على الساحر الرياضي طيب قبل ما ناني معاك برونو استعداد كمان مومبيلية للموسم القادم من خلالك نتكلم طبعا على موسم مشتعل على مستوى أوروبا من انتقال اللاعبين والمدربين عايزين نعرف في الترجد عايزين نعرف هل مومبيلية أهدافه على المستوى القصير خلال الموسم القادم وعلى اللونج تيرم على مستوى يمكن السنين القادم في الوقت الحاضر هناك بعض المشاكل داخل روكة مجلس الإدارة من أجل المركاتو من أجل شراء بعض اللاعبين المركاتو ليس على ميرام أفضل ما كنا نتمنى نهينا العام الماضي بالمركز السامن لكن أعتقد أن المنفذة ستكون صعبة بالنسبة لنا برونو بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا على شاشة قناة النادي الآلي وإن شاء الله اللقاءات جاية وكل التوفيق لك في مومبيلية وللقرأة الفرنسية بشكل عام نرجع تاني للبيس جي وكنا بنتكلم على مدير فني جديد بنتكلم على طموحات جديدة ولكن يبقى السؤال كمان على نيمار نيمار يبقى أم يكون متواجد في البيس جي الموسم القادم طبعا أنا متخيل أنه هيقعد يا كابتن لأن الصفقة صعبة ومعقدة ولكن نيمار ممكن زي ما قلت لحضرتك يكون القنبلة الموقوطة بتاعت الفريق السنة دي احنا شفناه في اليابان كمان زايد وزن بشكل ملحوظ عنده مشاكل شخصية مؤخرا لسه متفجرة مبارح أول مبارح مشاكل قضائية بتطرح تاني على الساحة فنيمار مش مش في أفضل الحالات الزهنية اللي يدخل بيها الموسم الجديد مع بي اس جي في ضوء الخلافات اللي ممكن تنشب بينه بين الموسم الجلت اللي زي ما قلت لحضرتك هو من النوع الكلاسيك الفرنساوي وده أكده كمان بنونه معانا أنه هو شخصية قوية جدا حد جدا حد جدا لدرجة كبيرة وستيمايتك جدا بقى ما بيبلش يعني لما يطلع في المؤتمر اللي بيعلن فيه عن توليه مسؤولي بايس انه ما نقوله الخطة اللي هي لعب بيها السنة الجاية يعني الموضوع المفروض سابق لأوان وشوية بس هو قال أنا هلعب 3-4-3 مش عارف ايه بالطريقة اللي هلعب بيها شكلها كذا وكله هيمشي عليها وكله المدرب هو اللي بيتحكم ومدرب هو اللي بيعمل فهو عايز يفرد قوانينه بدري جدا على قوضة لبس من أصعب قوضة لبس في أوروبا سواء من النقعة الفلوس اللي بيتقضوها عندك أكتر ثلاث لعبة بيتقضوا أموال في العالم عندك نجوم على مستوى مختلف وكل واحد منهم حالة في حد ذات واحد كبير وبيقرر بيعتزل اللي هو ميسي واحد في زروة عطاء اللي هو مجدد بقيمة تاريخية مخليها أغلى لعب أكتر لعب تقاضي للرواتب في العالم وبعد مسلسل كبير جدا وممكن يمشي ممكن السنة الجاية يدخل لقطة الفريق برضو فترجع تاني مسلسل يبدأ من أوله جديد نمار بيجدد لنفسه علشان هو حاس ممكن بالقلق من توجهات المدرب قبل ما ييجي فبيعمل الموضوع ده علشان يضمن لنفسه الاستقرار المادي فحالات كلها مختلفة وصاد 20 لعب تانيين دايما بيبصوا على الموضوع ده بواجه المقارنة لان لما نقول بابلوس رابيا لما نقول ماركو فيراتي لما نقول باريدس لما نقول ماركينيو لما نقول إدريسا جانا جاي لما نقول دوناروما بقرة الضوء كلها تركز على التلاتة اللي قدام في وجود مدرب ما تعملش مع الليفل ده من النجومية قبل كده بشخصية حدة وصعبة الطباع لو المكاسب ايه اللي يخلي حالة زي دي تستقر ان انا ادخل اكسب ادخل اكسب مرة اثنين تلاتة عشرة خمستاشر ماتش السقة جاتلي في اللعيبة جاتلي في اللعيبة فيها وانا جات في اللعيبة فالمشاكل الشخصية ممكن في الوقت ده تنتفي زي ما حصل مثلا في تجربة بيب جواردولا مع برشلونة في 2008-2009 مدرب برضو حد الطباع عنيد جدا جاي من اكاديمي جاي من من برسابي وبيمشي رونالدينيو بيمشي ديكو بيقول لي اتو انا مش عايزك وبينجم ميسي وده الوحيد اللي يعمل اللي هو عايزه في وجود بيول في وجود تشافي في وجود العيبة اللعب معاها اساسا في الملعب الحل الوحيد في الوقت دان برشلونة كان يعمل الموسم زي بتاع 2008-2009 من اول يوم لاخر يوم بيكسب بس خلص كل الالقاب ده اللي خلق الامر استتب لجواردولا طيب على مستوى على مستوى كمان نمار زي ما قال للاحمد يعني منتظر موسم متقلب هل هيكون فيه صدام مع المدير الفن الجديد هل سيبقى في البيس جي وده الوارد نشوف نمار قال ايه عن البيس جيزون واستعداده للموسم القادم مع البيس جي كانت تجربة جيدة وشعور جيد خضنا فترة اعدادية للموسم تمكننا من التدرب بكثافة من اجل ان نصبح مستعدين الان سيبدأ الموسم ولدينا نهائي لنلعبه نريد ان نكون ابطالا يعني التعليق سريع يا احمد على الان اقول لحضرتك المدخلة دي هو دخل يعني للصحفيين خارج المؤتمر الصحفي وقال فيها ان هو في اكمالتها قال ان هو لا يدري خطط باريس سان جرمان تجاهه في المستقبل القريب يعني بقية المدخلة كان فيها كلام شوية عن مستقبله وبيوحي بالتوتر اللي نمار بيمره في الوقت الحاجة مع باريس سان جرمان توتر على مستوى نمار واستمره نطلع فاصل سريع ونرجع مع حوارنا رائع مع احمد مال اهلا بحضراتكم مرة تانية احمد من خلينا نتكلم بقى صفقات يمكن على مستوى على مستوى الدوري الايطالي وصفقة عملت ضجة كبيرة جدا جدا على مستوى الميديا على مستوى الاعلام حتى على المستوى الجماهيري انتقال دبالة من اليوبينتوس لروما شفت الانتقال ده ازاي هل كان بالنسبة لك مفاجأة هل اختيار سليم هل دبالة بيوصل رسائل معينة شفت ازاي انتقال دبالة من اليوبين لروما يعني هو دبالة في الوقت اللي حسم فيه صفقة روما او روما حسم صفقته يعني دبالة ما كانتش عنده اختيارات كتير يعني دبالة كان فكرة الخروج من ايطاليا مش احسن حاجة هو لعب كريره كله في ايطاليا فما كانتش فكرة في الاختيار الامن او في المساحة الامنة اي اختيارات تانية بره كانتها تنظر لدبالة نظرة اللي هو النجم اللي عايز يزبط نفسه ودبالة نفسه عايز يحس انه عايز يقدر يلعب تاني في المستوى العالي لانه ما خدش فرص كتير في المواسم الاخيرة مع يوفينتوس فروما كان اختيار مثال من الناحية دي يعني زي ما نقول القدر ساق لدبالة يعني اللي هو مشي في المشوار ده هو كان عادو خلص عادو خلص مع اليوفي وما فيش نية لتجديده في الوقت في الوقت الحالي عانى من من اصابات في اخر موسيقين على وجه التحديد برضو مدرب صعب جدا في التعامل مع النجوم اللي بتشوف نفسها يعني كده في قط اللبس ديبالة ما خدش وقت يزبط حاجة عكس كده لان رونالدو في زروة نجوميتو كان رونالدو قدى ثلاث مواسم في يوفينتوس فانجوميتو قلت جدا في يوفينتوس وفي الفريق وفي ايطاليا بشكل عام معرومة بالذات مع الاستقبال التاريخي اللي استخبل به 140 ألف واحد في صحة استقبال رائع يمكن كنت بتكلم مع طبعا زي من في الاعداد اسلام لوجا كان هو كمان خبير بالكورة الايطالية كمان اتكلم انه هو الناس كانت يعني التعاقد تم بشيء من الاحترافية الكبيرة جدا انه هو حاطت كمان شرط جزائي 20 مليون ييرو في عقده شرط جزائي واللي يبص للرقم هو رقم كبير ولكن هو اتعرض عليه مشروع وكان طبعا مورينيو ليه تأثير كبير جدا اتعرض عليه مشروع كبير ومن خلال عملية تسويئية بالنسبة للتشيرت بتاع ديبالة اللي جمع او قصر الريكورد بتاع قيمة بيع التشيرتات لكريستيان رونالدو الانتقال من الريال لليوفينتوس كل ده يعني مدينوا مشروع بشكل كبير جدا وعلى سبيل التعاقد قال لهم خلاص انا معاكم في هذا المشروع لكن لو المشروع خرج عن الإطار فيه شرط جزائي 20 مليون شايف هل روما بتستعد لمشروع لاستعادة مكانتها على مستوى الاوروبي بشكل كبير وخاصة كمان على مستوى السريعة اه طبعا يعني روما يعني اي ان كانت وجهة نظرنا في بطولة دور المؤتمر الاوروبي لخدوها السنة اللي فاتت بس هما دلوقتي مع مدرب بيبني مشروع مستقر اللي هو جوزي مورينيو مدرب كبير اسم كبير بدأ يجيب صفقات مهمة جدا دلوقتي غير ديبالة كمان في نيمانيا ماتتش جيف في نص الملعب لعيب خبرة كبيرة جدا لعب مع مورينيو في تشلسيو في منشستر جاب حارس من فيكا شاب مش متذكر اسم الوقت يستبدل ريبا تريسيو في حراسة المرمى غير صفقتين تانيين كيرزيتش الباك الباكرايت محمد كيرزيتش اعتقد توركي برضو بيبني مشروع كويس ديبالة كمان اللي لفت نظري جدا في النقطة دي النقطة عرض على رقم عشر ان اول لعبت رقم عشر بعد تدتي فهو يرفض هون روما كبيرة اقول انك تقول لحد ما ثبت ان نستاهل رقم عشر دي كانت دا كانت تصريح بتهيقلي اللي خلى الناس نزلت في الشارع بالشكل التظاهري دا خلي بالك فيه جزء كمان ذكاء كبير جدا بيكسب الجماهير وعارف تدتي ايه هو معبود الزبط يزيحمل على نفسه ضغط ويشيل برابع عليك يشيل على نفسه رقم عشر لبس عشر بعد ميسي على طول ما حتى فيه فيه تقارير طبية بتقول المستوى فات وتعرضه للإصابات كان ناتج عن توطر كبير جاله في الموسم اللي هو تلا رحيل ميسي اللي هو الموسم اللي فات دي بلا من القيمة الفنيات تتكلم في لعب عن 28 سنة قادر لسه يدي كتير قادر تبني عليه مشروع العب موهوب لدرجة كبيرة نجم لدرجة كبيرة تقدر تبني عليه أمل تسويقية كتيرة وده ظهر مستقرة عند بطولة أوروبية يقدر يلعب بأيوروبا ليج هيلعب بأيوروبا ليج يقدر ينافق يعني بتالي مش هيدخل منافسة شرسة على السيريا قد السنة الجاية ولكن هيكون مجرد يعودة لدور أبطال أوروبا كده فعلا بناء المشروع ده بماشي في السكة السليمة تمام نشوف مع حضراتكو كمان دي بالة طبعا بعد انتقاله من اليوبي لرما واستقبال فاز روما بلقب مهم للغاية العام الماضي هذا سبب كاف لأن أكون طموحا في المستقبل أعتقد أنني تطورت خلال السنوات الماضية جنبا إلى جنب مع العديد من اللاعبين الشباب الذين وصلوا الجميع يحب الفوز وهذا يجب أن يكون هدفنا للفوز بمباراة بعد مباراة والتركيز على كل مباراة نلعبها وبمجرد تقدمنا في المنافسة سنرى ما يمكننا أن نهدف إليه ولكن الحديث عن الفوز بالدور الإيطالي أعتقد أن هناك فرقا جيدة في المنافسة يجب أن نأخذها في الاعتبار مباراة تلو الأخرى لم تكن قضية مالية ولم تكن أزمة قرر النادي السير في طريق آخر إلى جانب المدير ماسيميليانو أليغري لقد تحدثت مع الجميع وهكذا سارت الأمور بعد يبالا النجم القادم في روما بعد انتقال ليبينتوس تعليقك على ما قاله كان المؤتمر كله كان موفق من ديبالا اتكلم فيه عن روما باحترام كبير وعن اللقب اللي أحرزه في دور المؤتمر الأوروبي باحترام كبير اتكلم عن رغبة مورينيو في العمل مع نجم بحجم ديبالا هيكون نجم الفريق الأول السنة الجاية بدون منازع مع نيكولو زانيولو اللعب الإيطالي برضو الواعد ديبالا خصوصا بعد مساهمته في لقب الفيناليسي ما اللي هو السوبر الأمريكي الجنوبي الأوروبي اللي خدته الأرجنتين من إيطاليا لقب رسمي معترض ولعب ودخل خطة سكالوني تاني اللي دايما كان بيحطه دايما في مقارنة مع ميسي هاخده مش اخد ميسي او هاخد ميسي مش اخده فاخد ميسي دايما فالأزمة دي اللي وجه الدبالا في جزء كبير مما سرته مع منتخب الأرجنتين واللي أنا بعتقد ان كان كارير ومع منتخب الأرجنتين ممكن يكون أطول لو ما كانش في ميسي وكان هيبقى أكثر جدوى من مساحات أكتر ومشاركة أكتر بالضبط يا كابتل لانه بلعب رجله اليوسرى بلعب في نفس المركز أحيانا بيؤدي نفس الأدوار اللي بيؤدي مع الأرجنتين لو وصل كاس العالم فت كويس أعتقد أنه هياخد دور كويس مع منتخب الأرجنتين في كاس العالم كان محروم منه بعدم المشاركة اللي داي كتيرا مع يوفينتوس سان لفت صحيح طيب نتكلم على أمور مستقرة لدبالة بعد انتقاله لكن في أمور لسه متأزمة خاصة نجم الكبير كسان ورونالدو شايف أزمة رونالدو عدم وجوده في البري سيزون مع المان يونيتد ثم الاجتماع مع الإدارة ويقول أنا ناقص لسنة لكن بيطلب الرحيل على المان يونيتد شايف الأزمة دي ازاي هو أزمة بيفتعلها يعني هو بيفتعلها كالعادة عشان يبقي اسمه رنانا في الصحافة العالمية دي ده يعني مختصر متابعتنا لرونالدو كل سنة رونالدو عايز يبقى الاسم الأكثر تصدرا للصحف وممكن ده يبنى عليه خطوات مهمة في المركات كنا هنا السنة اللي فاتت في نفس الوقت وكلمنا على انتقال يوفينتوس لمانشستر هو نج عرف يوصل للدرجة دين النجومية درجة دين النجومية لكل حركة تحركها تبقى محسوبة وكل حركة تحركها الميديا تجري ورا فيها ولكن المرة دي هو مش حاسب حاجات كثيرة مش حاسب فعلا انه مفيش حد عايزه يعني للأسف هو مش عارف يوصل للفورملا دي محدش عايزه دلوقتي محدش عايزه ليه فعلا وصلت لدرجة ان رونالدو محدش من الفرق عايزه يعني كان فيه مظاهرة كبيرة جدا اول ما سمع انه رايح كان فيه ميديا عاملت مظاهرة ومش عايزين رونالدو انت شايف المشكلة فين يعني ايه مشكلة رونالدو في اخر يمكن اخر سنين يعني تقلقه واخر سنين عمره بالنسبة للكورت القدم مشكلة رونالدو اولا انه طابع شخصيته خلاه كوين خلافات كتيرة مع عندي كتيرة ده اولا يعني اتلتكو مدريد المظاهرات النزل في الشتلع دي لان فيه سابقة عداء مع قمور اتلتكو مدريد سواء مدريد او سواء الحركة اللي هو عملها في نهاية دورة ابطال اوروبا على معظون دور الثمانية مع يوفينتوس الحركة اللي هو عملها حركة موسيئة فهو طبع شخصيته احيانا بيصير الخلافات النقطة التانية المهمة انه في وقت من مسيرته ما بيسمحش بصفقات مريحة بس يعني وفي وقت الحالي هو اعلى اللاعبين تقضية مثلا للرواتف الدورة الانجليزي هل هيقبل خصم رهيب من الراتب لا هل هيقبل ان يروح مثلا خطوة بالنسبالي كانت خطوة مثالية لو تمت لو راح بيرني مينش مثلا لو راح بيرني ميونيخ هتبقى دي فعلا النقطة النقصة كنتم متخال ان ده هتبقى فريق خراف السنة الجاية لو عرف يوصل بس أوليفر كانت لا مش مناسب لمتطلباتنا وظروفنا الحالية بيرني مش هرغ هدي فلوس لا بيرني هدي فلوس لأي حد وبيرني من أغنق اندي اوروبا بس ما تجيبليش لعيب فجأة هيطلب مني رقم زي 300 ألف السنين في الأسبوع ده مينيما ده وانت عارف الدور الألماني وكمان البيرن لا فيه سقف للتعاقدات بشكل جيد الضبط ما نيه ده كان طفرة يعني ما نيه اخد 210 220 رقم مهول بالنسبة لبيرني منشن فما تجيبليش لعيب هيكبرني اغير كل حاجة علشانه وهيغير كمان شكل النجومية في الفريق فانت دلوقتي قلت منشستر يونايتد منشستر رونايتد ما دخلتش معاه بري سيزون وبتفقد نفسك اهم مزاياك ان انت بتتدرب كويس وبتدخل المواسم دايما فت انت ما تدربتش خلص لحد دلوقتي عملتش هشرة بدون داعي والاجتماع اللي هو رايح ورايح وحتى بشكل مهين رايح ومعايا خرخي من ديش الوكيل بتاعي وفيركسون جاي عنده ثقة فيك هممكن يكون ما بيقول كده علشان ما يتقلش عكس كده بس هو تنهاج بتهيقلي قرب انتهاء الموسم التحضيري كده هو ما بقاش عايزه مستحيلي بقعيز لعيب مش مؤمن بيها للدرجات يعني على الأقل خالص عشان نفضل مسيطر قدام اللعيب يعني حتى تنهاج من نوعية المدربين اللي ممكن يشتم وممكن يعمل في الملعب وممكن فالعيب زي كريستان ونقدو يدخل فجأة بعد بريسيز وانا ماهدت اللعيب الشباب بشكل معين ممكن يغير تماما المعادلة وقوط اللبس يبوز لأول موسم عليه حتى لو جاب لتلاتين جور خمسة وتلاتين جور بس في الآخر أفسد استقرار الفريق لو كان دخل الموسم عادي دخل الموسم عادي خالص كممكن توصل لمعادلة كويسة مع المدرب ادخل الموسم التحضير عادي وقول ان انت عايز تمشي زي ما عامل كده مع البير الضبط قول انك عايز تمشي يعني اطرح ورقة المشان دي بس انت عمال كل شوية يطلع يقول لك نابولي ده وصلت النبيول نابولي ومارسيليا كمان اللي هو اي حد عايز يرول لعب شاف وخلاص فالكريستانو بيعمله ده انا بشوف ان فيه يعني بنقصين اهانة لتاريخه هو موضوع ما كانش مستاهل الدخل دي في صراح ما كانش مستاهل التصرفات طبعا على مستوى المان يونايتد وعلى مستوى الصفاقات والانتقالات شايف ازاي طبعا اهم الصفاقات بالنسبة لي صفقة لساندرو مارتينيز في قلب الدفاع صفقة محتاجة جدا محتاجة جدا وانكنت افضل كمان انه يسعى لباك تاني يعني مدافع كمان في ظل تزابزو بمستوى ماجواير وفران معاه مش عارف فران إلا حصله فجأة كده من اقصى لأقصى جنوب تماما عدوى ماجواير بس احنا السنائية احنا السنائية بلعب دور يعني بلعب مع راموس فجأة لعب مع ماجواير مشكلة يعني فلساندرو مارتينيز كريستان إليكسن بيخل النادي رهان كبير اه يعني هو رهان طبعا بدنيا كده قادر يلعب 100% خلاص اصلا قادر يلعب موسم كامل مع برينتفورد او شتا ست شهور مع برينتفورد يدخل فت البريمير ليج معانا انه تخلص تماما من المشكلة السابقة كريستان إليكسن اضافة كبيرة لأي نادي ليباع كبير في الدور الانجليزي خصوصا تجربته الطويلة مع توتنام فاعتقد انه صفقة موفقة جدا شايف انه منشستر دلوقتي الرهان على سيستيم اللي بيحاول يخلقه تنهاج ممكن يدخل زي ما احنا شايفين في سافيتش من لاتسيو دي الصفقات اللي هو الحركات يعني هو تنهاج عايز يودع زمن الصفقات غير المحسوبة تماما دي على مستوى الفني على مستوى الفني طبعا الكرة الهولندية والمدرسة الهولندية مختلفة شوية عن بريمير ليج في زل اللي احنا فيه المدارس غابت شوية يعني ما فيش تقدر طول فيه مدارس مختلفة القرط القدم بقت يعني واضحة للجميع انت شايف على المستوى الإدارة الفنية هل هيكون فيه نجاح رغم الضغطات ورغم الأزمات اللي بيمر بيها المان يونايتد أوائل الأسبوع وخاصة البرامير ليج خلاص على الأبواب خلال الأسبوع اللي جاية انا شايف برضو موقف كريستيانو ده هيحسن كل شيء يعني موقف كريستيانو ده دخل كريستيانو الفرقة كل الاعداد اللي عملوا تنهاج ممكن يلقى في القمامة يعني من الآخر لأنه أنا عملت كوينت حاجة أنا كوينت حاجة وبنتظر طرحها بنتظر اختبارها هيجي عنصر يغير كل شيء إن أنا هلعب بقى أساسي وحط ومش هرجع ممكن لو مش هايزة أرجع وأنا نجم كبير وهبقى مهاجم تارجيت مان بس في الصندوق لأنه برضو عدم استقرار مسألة رونالدو بيطرح سؤال عند تنهاج ثم اللي نعب بمين راس حربة فالاختيار الحالي مثلا نوراشفورد أو مارسيال مثلا الاتنين دول هما الأقرب لشغل هذا المركز هل مناسبين بقى للسيستم اللي هو عايز يخلاقه في الفرقة ده برضو سؤال كبير لأن لو كريستيانو ميشي وجاب مثلا 30-35 مليون يورو في الوقت الحالي عرفت أجيب بدال ومهاجم مثلا كويس من البريمير ليج في حالة من التزبذب ده وإن كان تنهاج لأ أبدا في الموسم التحضير طبعا مستوى كويس بس هو مانشستر دائم التقلق في الموسم التحضيرية دائم الانكسار في الموسم العادية فتنهاج لأ يعني كسيستم وكمدرسة المانشستر كان عايز مدرسة مه متفق معك طبعا دور المدارس بدأ يقل في كورة القدم بس أن الحاجات الأوليلة اللي لسه محتفظة والمدرسة هي آيكس أمستردام صحيح وآيكس تنهاج تلميذ نجيب لمدرسة يوان كرويف والتيكي تاكا واللمسية والمدرسة اللي خلت برشلونة يحب يتعاقد مع تنهاج في فترة من الفترات هو جاي برجال ثقة بالنسبة له الهولنديين اللي كان بيحاول اللي عمل معهم أفضل فترات في آيكس عايز يعززهم بالتعاقد مع ديونج وآنتوني على سبيل المثال الموسم الجيه طبعا في رونالدليج شكل مختلف تماما ولكن تنهاج هو الرهند أفضل دلوقتي بالذات لو رونالدو ما عادش لو رونالدو قعد يبقى المسألة فيها أحمد بنشكرك شكرا جزيلا يعني كالعادة نورتنا وشرفتنا ودايما إضافة في أي مكان شكرا جزيلا نطلع فاصل سريع ولسه يعني فيه فقرة مميزة كل يوم خميس مع نجمينة محمد الباز ورؤية مختلفة من خلال الأرقام على رافينيا الوافد الجديد لبرشلونة بعد الفصل أهلا بحضراتكو يعني عندنا كل يوم خميس فقرة مميزة جدا مع مميز محمد الباز بنتكلم بصورة مختلفة شوية برساندو بنتكلم يعني من خلال البرنامج نتكلم على الانتقالات اللعيبة والأندية وا 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 لكن كمان محمد بيجيب لنا هو ليه مثلا النهاردة ليه برشلونة يختار يعني رافينيا يكون موجود ايه مميزات وبالرغم موجود عدد كبير من المهاجمين وأطراف الملعب في برشلونة ولكن صمم برشلونة وتشافي أنه يختار رافينيا هنشوف من خلال يعني فقرتنا مع محمد الباز حاجات كتيرة جدا عن رافينيا وعن برشلونة وعن فكر تشافي في الموسم القادم محمد مساء الخير عليك ودايما بتنورنا وبتسعدنا ودايما عندك كل جديد وزي ما قلت في المقدمة هتتكلم على رافينيا وليه شمانة تشافي تصمم على وجود رافينيا بالرغم وجود عدد كبير جدا من الأجنحة إذا كان يمين أو شمال في فريق برشلونة مساء الخير حضرتك كابتن هاني والسادة المشاهدين طبعا رافينيا هيكون إضافة كبيرة جدا لبرشلونة أو تشافي ليه هو تشافي يصمم على رافينيا لأن رافينيا لاعب بروفايل مختلف تماما كجناح هو مش وينجر بس مجرد أنه هو انسايدر أو خارق أو لاعب بيقدر أنه هو يختارك ويخش في العمق أو يفتح الملعب ده الفلسفة اللي بيحتاجها تشافي تشافي دايما بلعب بالطريقة دية دايما بيحب أو بيفضل يكون الأجنحة بتاعته وتفتح الملعب كجناح أنه هو مختلف تماما عن كل الأجنحة في العالم كبروفايل بيمتاز بحاجتين انسايدر أنه هو بيختارك ويخش في العمق وكرياتور كهو كصانع العام أرقامه معاليد زيونيتد العام الماضي يعني أحرص 11 هدف وعمل أسيس 3 أهداف يعني أنه شوية عند أسيس 3 أهداف والفرق ما بين الأسيس ما بين الكي باسس أو التمريرات المفتاحية أو خلق الفرص خلق الفرص عنده الموسم الماضي عالي جدا أو الفترة الماضية مع ليد زيونيتد وصل ل 65 خلق فرصة محققة ولكن جودة المهاجمين عند ليد زيونيتد هو ده الاختلاف بوجود رافينيا طبعا مع ليفا ومع الأجنحة والتعدد الكتير دلوقتي يبقى عند تشافي أوراق كتيرة جدا هتتقدم على الكتيبة أو المنظومة منظومة برشلونة هو ده البروفايل اللي كان بيدور عليه تشافي وهو ده لتشافي اختار رافينيا طبعا مقارنة بأجنحة كتيرة في العالم احنا عندنا أشكال كتيرة جدا حضرتكم بتكلم معايا دلوقتي في تعدد كبير جدا في الأجنحة في أكتر في جنبلي وفي فاتي وطبعا فيران توريس في الشمال وعندنا كلهم نجوم كبار بالضبط وفي فروقات بسيطة جدا ولكن كل واحد فيهم هيخدم على فلسفة أو طريقة لعبة تشافي بشكل مختلف وطبعا هيكون عامل مساعد كبير جدا أهم ما يميز رافينيا زي ما قلنا هو صانع ألعاب وخارق يعني بإنسايدر زي ما بيقوله بخش في العمك وبرقص المراوغات عنده عالية جدا جابين حالات هنتفرج عليها بشكل كبير جدا ولكن تسمح لي قبل ما نخش في الحالات ونشرح طريقة أو التاكتك والتكنيك بتاع رافينيا نبص على التشكيلة المتوقعة لبرشلونة الموسم القادم يعني تخال تشافي دلوقتي كابتنان عنده بلان A وبلان B يعني هنبدأ مثلا ببلان A يعني نركز أكتر على الجانب الهجومي والأجنحة اللي عنده يعني بص في نص الملعب خلاص نص الملعب بقى معروف شكله سابت بشكل كبير جدا بالصفقات اللي جات هنشوف طبعا معنا احنا نتلم على الأجنحة عند رافينيا في اليمين هنودي فاتي في الشمال وليفا طبعا في النص الشكل التاني اللي هو بلان B لتشافي ممكن نلعب بيها خلاص نركز برضو في مص الملعب عندنا بيدري وجافي بيدري وجافي وبوسكتس طبعا ده السلسة وسط الملعب ده في اعتقادك البلان A هو دي التشكيلة الأساسية اللي حيبدأ بيها الموسم وكمان زي ما أنت بتقول عنده عنده كمان 11 أو 12 لعيب جاهزين صحيح عنده دكة يعني جاهزة لو نشوف بلان B برضو حتورينا الشكل التاني يعني رفيني احنا قلنا فيه عثمان ديمبلي ديمبلي جدد طبعا ده كان مهم جدا لبرشلونة والتشافي طبعا هيساعد كتدوير اللاعبين والفروق ما بينه ما بين رفيني هنتكلم عليها طبعا في الشمال هنا كان فاتي في البلان A بلان B لو نعرضها هتكون عندنا هيكون طبعا فران توريس حيدي طبعا بشكل كبير جدا مع وجود ليفا يعني المشجعين البرسا حيوفوا شوية طب أوباميانج هيكون بديل لليفا هيساعد بشكل بي شفناه في المباراة الأخيرة في البلان B تشكيلة مختلف خلص مع احتفاظ مع فران كيسي كيسي طبعا قلت لسه هتكلم عليه لان في اعتقادي كيسي ورقة كانت بيدور عليها كمان تشافي للنواحل دفاعية قطع القرى بشكل كبير كان بيقوم بها بوسكتس بشكل كبير ولكن بوسكتس برضو السن طبعا شوية طبعا فران كيسي طبعا لعب الإبواري القادم من الميلان أكيد هكون لي دور أساسي مع تشافي المسلم القادم بكل تأكيد وكندي طبعا صفكة تمت في قلب الدفاع كالسد باك يعني فرقة أو تشكيلة وقوة كبيرة جدا يا كابتنان احنا شفنا أوباميان على فكرة هو يقدر يلعب بأوباميان كمان في كجناح شمال وده شفنا بالضبط وكان بلعب حتى مع الأرسل في كجناح شمال فتشافي عنده حلول كتيرة جدا شفنا حتى ديمبلي لما انت كنت تتكلمه بلعب برجله اليمين ورجله الشمال يقدر أيضا يعتمد عليه كجناح شمال يعني تشافي عنده حلول كتيرة جدا عنده تدوير للاعبين فريق حيكون قوي جدا نرجع لرافينيا رفينيا لا هو ده بقى الجناح الأخطر في العالم زي ما قلنا بروفايل مختلف كرييتر وإنسايدر هنشوف إزاي هو برقص اللعب برازيلي يعني طبيعة اللعبين البرازيليين لعب بيخلق الفوضى يعني نخش على الحالات ونشوف هو قدي بتحرك إزاي بتحرك وفين بتحرك وحنشوف طبعا الخريطة تدائما بتقولينا ليه كمان بيختار ليه تشافي بيختار رغم وجود ديمبلي أو طارس رغم وجود أجنيحة كثيرة المميز في رفينيا في الجزء اللي هتشرحه معنا صحيح هو بيمتاز عن فاتي بيمتاز عن ديمبلي بيمتاز عنهم بالمراوغات بالاختراقات في العمق بالتفوق العددي وده اللعب التموضيع أو التمركزي اللي بيحبوا دعبا تشافي إنه هو يخلق التفوق العددي طبعا عشان تخلق التفوق العددي عايز لعب مهاري بشكل كبير جدا دريبلينج عالي عنده جدا وهو الده اللي بيعمله رفينيا وعشان كده ده البروفيل اللي كان بدور عليك شافي وحيخدم على كتيبة برشلونة على العكس من ديمبلي ديمبلي طبعا في الأسست هو يعني التواتاشر أسست الموسم الماضي من خمستاشر مباراة فقط إصاباته كتيرة زي ما احنا عارفين ولكن لعب خطير جدا عندنا هنا حاجتين صانع ألعاب زي ديمبلي ولكن اختراقات مراوغات عالية حيخلق التفوق العدي تعال نشوف كابتن هاني هو هنا دايما بلعب جناح يمين وده حنشوفه في الهيت ما خطورته كلها من ناحية اليمين إزاي بيخش في العمق إزاي برقص إزاي في في المواقف اللي هي واحد على واحد إزاي بيقدر أنه هو يعدي من واحد واثنين وتلاتة عايزين نشوف المواقف دوت قدامنا الصورة دي كام لعب من الفريق الخصم هنا فيه اتنين قفلين عليه إزاي هو بيخش في العمق وإزاي إنه هو بيرقص يعني إحنا دلوقتي الكرة معام ناحية اليمين فيه اتنين قفلين عليه وفيه التالت نزل دخل في وسطهما كابتن هاني عدم من نوم تتكلم على المهارة ما عندهش مشكلة إنه تحت ضغط يقدر يفوت من لعب واتنين عنده مهارة مهارة الاحتفاظ بالقرعة مهارة الدريبل كمان بشكل كبير جدا صحيح شوف عدة من التلاتة ودخل جوه هنا بقى الباص الأسست الأسست هنا اللي كنت بتكلم عليه يبقى أنت دلوقتي ضمنت اتنين حاكتين موجودين في جناح وينجر زي رفينيا مش موجودين في أي جناح في العالم دلوقتي يعني شوفنا الاختراقات ودريبلنج العالي وخلق التفوق العددي ثم الباصات اللي هو الكي باص أو الأسست طبعا ودى طبعا المهاجم هنا في مواجهة المرمى وإحساسها دفع تعال بص طبعا احنا لو دورنا في كل أهداف وكل تحركات رفينيا هلا كوبي بيست وده اللي احنا بنقول عليه ده اللي بيمتاز أو بيمتاز به رفينيا عن جميع الويندرس تعالوا هنا موقف واحد على واحد بالزبط هنا موقف واحد على واحد أيضا من ناحية اليمين وازاي هو بيختارك وازاي بيرقص بيعد بكل ارتاحية يعني فات من المدافع دخل طبعا على منطقة الجزاء بيضم دايما في العمق ويبدأ أنه هو يخلق التفوق العادة دي ويخلق طبعا مساحات لزميله يعني هنكمل هنا وعايزين نتخل مع بعض ليفا ليفندوسكي يعني احنا المثال ده بيورينا ليفندوسكي دايما موجود جوه البوكس صحيح جوه الستة وازاي هو حيقدر يعتمد على طبعا الأسست والكي باص بتاعة رافينيا هنا يعني نتخيل ان هذا دوت هو ليفا دايما ليفا بيطع لجوه دايما بحركاته والتمركزات والفينيشنج العالي عنده حيساعد برشلونة بإحراز يعني أهداف كثيرة جدا زي ما كان مع بايان مونشن صحيح هنا في المثال دوت بيطع لجوه بيخلق طبعا يعني هو طبعا بصل الكرة لللاعب في أقصى أو زي أنت بتقول هو قادر أولا على موقف واحد على واحد عنده كمان أسست بشكل كبير جدا وكل ده بنتكلم عليه أنه هو كمان بيخدم على رأس حرب عظيم زي ليفاندوازكي اللي هو محتاج وجان موجود كمان في البايرن بيتخدم عليه بشكل كبير جدا فالقدرة التهديفية لفريق برشلونة أكيد في الموسم القادم هتكون كبيرة جدا بوجود اللاعبين الكبار على مستوى التهديف على مستوى الأسست على مستوى صناعة الفرص يعني ده مثال آخر دخل في أسطة أربعة وطبعا جاي من ناحية اليمين زي ما قلنا يبقى إنسايدر بيخترق ويخش في العمق رأس واحد واثنين وتلاتة بيخلق التفاوك العدد زي ما احنا شايفين ويله نفسه بقى لأيما في مواجهة المارمى يحرز هدف يعني 11 هدف معلين زيونات في الموسم الماضي أو يعمل الأسست ده مثال أمثلة كتيرة جدا يعني مثال آخر من ناحية اليمين برضو نفس الكلام كوبي بيستا كابتناني في معظم المباريات برقص إلا بيعدي بيعمل أسست أو هو حتى كمان ممكن ينهي بكل ارتاح بنافسه صحيح يعني ناس كتيرا تقول هيكون لعب أناني لعب برقص كتير لا هو ده اللعب يعرف لعب مع المنظومة يعني والدليل هنا زي ما قلنا بيمتاز بالحاجتين اللي قلنا عليهم ده السكيلز بتاعته اللي بتخدم على اللي انت بتتكلم عليه كمان هو كمان ممكن يكون لعيب هيعتمد علي تشافي بشكل كبير بعض المباريات كان لعيب أساسي وبعض المباريات الجزء اللي ناقص عملية الاختراق ممكن ما تكونش موجودة ممكن عملية الدريبل واحد على واحد ما تكونش موجودة فيستعين بي فدائما يكون انت عندك كمدير فني عندك في كل مركز أكتر من لعب بمستوى عالي جدا واللي انت بتقوله كمان فيه اختلافات يعني ما عنديش كوبي بس ثمين اتنين وينجين شكلهم واحد صحيح لا فيه اختلاف في المهارات فيه اختلاف في الأداء وبالتالي أكيد أكيد تشافي يعني عنده عنده رؤية لهذا اللعب الكبير بالضبط دراسة التاكتك بتاع رافينيا طبعا مع السكاوتينج تساعد ازاي مين يكمل المنظومة بشكل رائع ويقدر انه يضيف للفريق يعني دي مثال آخر ازاي هو اخترك ودخل في العم عندنا بعض الأرقام يعني لو نستعرضها سريعا لرافينيا وجوده والأكشنز بتاعته في الملعب مثلا عاملة زي الكي باسس والموفمينت عنده يعني عندنا بعض الأشكال لرافينيا ممكن نعرضها ايضا لسهال المشاهدين هتساعدنا بشكل جدا تورينا أرقامه اللي ساعدت لسكاوتينج وتشافي في اختياره ده تقسيمة الملعب أكتر زي ما قلنا يعني لو بصينا هنا الأكشنز أو البصات بتاعته معظمها بتكون طبعا في ناحية اليمين كجناح يمين بيساعد طبعا الفريق زي ما قلنا بينه بيفتح الأجناح بيفتح الملعب ناحية اليمين أو بيخش في العم كإنسايدر يعني 672 باص أو لمس أو أكشن من المربع ده تتكلم على مربع الوينج اليمين كمان مش في التالت الهجومي ولكن في مربع العمليات زي ما بيقوله جزء ممكن جدا تبني به الهجمة بشكل كبير صحيح عندنا صورة للهدمة بالخريطة الحرارية بتورينا أيضا هو بتعكس نفس الكلام نفس الأرقام ده هو تحركاته دايما ناحية اليمين اختراقاته اللي إما بيفتح على اليمين بيفتح الملعب أقصى اللي إما بيدخل هو طبعا برضا عشان الناس تفهم الخريطة الحرارية ده في اتجاه دوت هو ده الاتجاه الهجومي وجوده كمان في الحالة الدفاعية يعني كمان في الجزء اللي إحنا بنتكلم فيه أنه بتواجد كمان في المساعدة لو في حالة بدنية يبقى حالة بدنية عالية جدا لأنه متواجد بشكل كويس في الحالة الدفاعية وكمان الحالة الهجومية بيميل أكتر لناحية اليمين وتواجده أكتر يعني في الثمنتاشر خاصة في ناحية اليمين يعني عنده اختراقات بشكل كبير جدا بظبوط عندنا أيضا خريطة بتورينا الكي باسس والأسست بتاعته دايما بتيجي من ناحتي من شفت الأسهم هنا بتورينا يعني اللون الفاتح شوية الأسست الموسم الموضوع قلنا عمل من أنصف الفرص فلما يكون في واحد موجود زي رافينيا كجناح وده الفلسفة زي ما قلنا ده طريقة لعب الشافي اعتماده على الأجنحة فوجود لعب زي رافينيا بيقدر أنه يصنع الفرص للعب زي ليفا أوبام يانج طبعا هيقدر أنه يحرزه عدد كبير جدا من الأهداف واضح كمان يعني من خلال الأسهم الدربات الركنية بيقوم بها بشكل أكتر مراعي وكانت سبب في الكي باس بالنسبة لفريق ليدز في مقاتل العام الماضي واضح جدا أن المهام ناحية المين أكتر كثيرة من ناحية الشمال يعني الأسست أو الكي باس ناحية الشمال أو تواجد رافينيا ناحية الشمال بيكون قليل ده أكيد طبعا مع ليدز وممكن جدا وارد جدا أن حتى مع تشافي يكون فيه تبادل للمراكز ما بين الجناحين وهم ما يموزه الكروسينج اللي بيلعب الضربات السبتة بشكل كبير جدا ورائع جدا يعني أربع ضربات جزاء الموسم الماضي مع ليدزيونية ده أحرز الأربع أهداف منهم يعني ضربات جزاء ضربات جزاء أربعة من أربعة يعني دايما مميز في الضربات السبتة أيضا ضربات الجزاء الكروسينج الكرات الطويلة بيعرف أنه يلعب بالكرة يحرك الملعب كله معه مش بس المهاجمين زي ما قلنا حيكون فيه أدوار مختلفة جدا لرفينيا يعني أعتقد أعتقد حيكون حل كبير جدا أن هو تشافي يقدر يدور اللاعبين الآخرين زي ديمبلي لو يعتمد عليه ناحية شمال في وجود مثلا أو عدم وجود توريس أو حتى فاتي على سبيل المثال في حلول في حلول كتيرة جدا عند تشافي قوة كبيرة جدا هم نتكلم على الكروسينج اللي بيمتاز به رفينيا مع وجود لعب زي ليفا وده اللي شوفنا مع باير مينغ ويانجلا موجود يعني شايف الحل الهجومية لفريق البارسة الموسم القادم هل قادر على حسم البطولة خلينا أتكلم معك في برشلونة لأن برشلونة كمان زي ما اتكلمت في الإنترو كان كل الناس بتكلم بناء على الموسم الماضي لسه قدامه سنتين ثلاثة عشان يرجع تاني البطولة هل المركات واللي عملوا تشافي خلال الأسابيع القليلة الماضية نقدر نقول أن البارسة قادم بقوة للحصول على طبعا على الدوري الأسباني أو الوصول لأبعد نقطة في دوري الأبطال بكل تأكيد بكل تأكيد فعلا برشلونة من وجه نظري هو أنجح فريق في المركات والحالي أو أفضل فريق على مستوى أوروبا يعني سمياتي باي ميونيخ من وجه نظري يعني أفضل من ريال مدريد ريال مدريد طبعا عنده مشكلة شفناها حتى في لقاء الكلاسيكو البري سيزون لسه برضه عند كتيبة ريال مدريد اعتماده على كريم بن زيمة أو طبعا في نيسوس في سوري جيسوس في نيسوس عفوا في نيسوس طبعا فيه طبعا التحولات في الحالة الهجومية في السرعة دي مشكلة كبيرة جدا لأنت في غياب كريم بن زيمة أو في نيسوس هيكون فيه عندك مشكلة كبيرة جدا في اللعيب اللي هو بيقدر يدور الكرة اللي بين الفريق من حالة الدفاع للهجوم في مرحلة اللعب طبعا عايزة اسألك فراندي يونج هل هو فعلا يعني هيروح خلاص المان يونيتد هل فيه بعض المحاولات لبقاءه في البارسا ولا وجود زي ما انت شرحت كده عندك ست لعبين أو خمس لعبين واسطة الملعب كلهم بمستوى عالي وكلهم عندهم يعني عنصر الخبرة والشباب بوسكتس بيجي مثل عنصر الخبرة عندك جابي عندك فرانك كيسي عنده 24 سنة لعيب مميز اللي ينقص برشورونا المركز اللي انت شايف ان برشورونا لازم يدعم فيه قبل بداية المسلم هو كان ينقصه طبعا في قلب الدفاع وده خلاص كندي كندي يا طبعا انا شايف ان حصل ترميم للفريق في كل المراكز بداية من قلب الدفاع كندي من نص المراعب زي ما حدثك قلت فرانك كيسي والاجناحة ودلوقتي بقى فيه حلول كتير جدا انا شايف عشان كده هو انجح فريق يعني رغم الصعوبات المالية والازمات اللي احنا عارفنا لا نجح جدا في المركاتو الحال انه هو يعمل ترميم للفريق وده حيساعده بلعبة سوبر يعني انا مش نتكلمش على لعبة مجرد لعبة بس هتقدي مركز طولة الليجا هيكون مضمونة بشكل كبير او يعني منافس قوي جدا عليها الموسم الحالي اقوى من ريال مدريد ريال مدريد محتاج ان هو يصرع جدا في عادة يعني بناء الفريق لانه محتاج لعبين كتير جدا اعتقد في اكتر من مركز انتشاف غد الوقت الريال مش على نفس المستوى البارسة في عملية الانتقالات عملية تغيير الدماء عملية استخدام لعيب على مستوى علي بالضبط طبعا برشلونة هي الاقوى استقدمة لعبين صغيرة في السن ممتازة جدا يعني اسماء لامعة اسماء كانت معروفة في الدوريات الاخرى يعني ليتزيونايت اسمين مسيل رفينيا كان مسمع جدا هو رقم واحد احنا لو بصننا الارقام رفينيا في كل الارقام اكتر من سدد على المرمى هو رفينيا في ليتزيونايت اكتر من صنع اكتر من عمل الكي باس كل حاجة نتكلم على فرانكيسي في نص مرحبا اتكلم على كوندي لا برشلونة قدر ان هو فعلا يعني يبني فريق قوي جدا وده الخطة على اللونجران اللي كان بيبدأ بها تشافي من الموسم الماضي في ظل الازمات ان هو استطاع ان يطلع ببرشلونة لمكانة كويسة جدا ثم هيبدأ السنة دي ينافس بشكل كبير جدا حتى في دور الابطال حيوصل لأبعد المراحل ان شاء الله انا بقول يا رب لان انا بحب برشلونة واكيد جمهير برشلونة كلها طبعا يعني سعيدة باللي بيحصل من شافي وفي فريق برشلونة محمد بنشكرك شكرا جزيلا ان نورتنا كالعادة وشرفتنا شكرا جدا شكرا جزيلا شكرا كمان لحضرات كل المتابعة لقاء جديد وحلقة جديدة ان شاء الله يوم لتنين من المحترف شكرا جزيلا